من فريق العمل من المخرج فرانسوات زيديو مني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم وحلقة جديدة بموضوعيه الرابع من شباط 2015 256 يوماً ولا رئيسة للجمهورية في لبنان بعد الرابع من شباط 2015 187 يوماً والمخطوفون العسكريون لم يعودوا بعد وبين الخطفين خطف الجمهورية وخطف الجنود تتواصل الحوارات من دون خطف أنفاس لأنها لا تعالج المشاكل الحقيقية والعميقة فبين تيار المستقبل وحزب الله حوار لا يتعرض لمسألة السلاح والاستراتيجية الدفاعية وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حوار لا يتعرض لمسألة رئاسة الجمهورية أو لشخصية الرئيس المنتظر فماذا عن هذا الحوار الأخير وهل هو حوار حقيقي وجدي أم أنه حوار للحوار ولإضاعة الوقت الضائع أصلاً ثم أين أصبح هذا الحوار وأين أصبح لقاء الجنرال والحكيم وهل صحيح أن تعثر الحوار هو الذي أدى إلى تأجيل اللقاء المنتظر أكثر من مرة؟ والأهم قبل خمسة أيام من عيد مرمرون على ما يتفق المسيحيون وعلى ما يختلفون ماذا يريدون وماذا لا يريدون؟ هل دورهم مازال أساسياً ومحورياً في لبنان والمنطقة؟ أم أنهم أضعوا دورهم بخلافاتهم وتشتت خياراتهم ومحدودية رؤيتهم واقتتالهم وحروبهم العبثية الصغيرة؟ الحوار العون القواتي بل الوضع المسيحي ككل هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة وفيها نستضيف النائب إبراهيم كانعان من التيار الوطني الحر والأستاذ شارل أيوب ناشر ورئيس تحرير جريدة الديار كما ينضم إلينا من خارج الأستوديو الأستاذ ملح مرياشي رئيس جهاز الأعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية وقبل أن نبدأ حوارنا أشير إلى أننا وكالعادة نتلقى أسئلتكم ومداخلاتكم عبر تويتر وفيسبوك وأيضا عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج مساء الخير أستاذ إبراهيم مساء النور مساء الخير أستاذ وليد ومساء الخير أستاذ ملحيم مساء الخير لألك وأستاذ شارل وأستاذ إبراهيم شكرا لألك أستاذ إبراهيم رح نبدأ معك انطلاقا من عنوان مقالي نشرتها اليوم الزميلة دنيز عطلة حداد عنوانه هل وصل الموارنة إلى طريق مسدود وهذا العنوان كما يبدو كمان أو هالسؤال طرح الأب ميشيل عويد في كتابه وصيتي إلى الموارنة أنا يمكن بدي أغير السؤال شوي وأسأل هل أوصلت الأحزاب والقوى المسيحية المسيحيين إلى طريق مسدود أنا فكري يعني بين المؤدمة وبين بيشون بلشين هلها حقيقة حملة كبيرة وما بعرف إذا هل قد فينا نحمل الموارنة هذا يعني من ضمن السؤال وفينا نحمل المسيحيين كل مرة ونحمل حالنا مسئولية كل هذا الوضع اللي عم يحصل كلنا منعرف نعم نحمل الأحزاب والقوى وحتى الأحزاب أكيد في جزء من المسئولية على الكل ولكن هذه نسبية وكل إذا بدك ظرف وفيق له تقييم أنا ضد التعميم بطبيعتي ما بتعاطى مع الملفات السياسية بطريقة التعميم لا ما عم نعمل عم نسأل سؤال محدد أنا بس عم جاوي بأنه بعتقد أنه بهذا يعني الوصف اللي نعطن كان بالمقال أو بالمؤدمة فيه فيه تعميم لا كل ظرفه إلو حكمه كل مرحلة وإلى ظروفه وإلى شروطه وإلى وقائعه وفينا نفوت فيه نحن الإيجابي إذا بدك باللي عملناه مؤخرا نحن والقوات اللبنانية هيدا حتى كمان نفوت بقصة إضاعة الوقت بالوقت الضايع لا بعتقد أنه وهذا إيمان مش اعتقد أنه أي مبادرة أي محاولة للتلاقي إن كانت بين المسيحيين أو بين المسيحيين والمسلمين أو بين المسلمين بهذه المرحلة اللي نحن عمر فيها اللي هي خطيرة ودقيقة ومنعرف إدياش خطورتها بعتقد هذه يعني إلا جدوى كبيري ونحن لا طمع ما عم نحكي عن جدوى الحواء بس أنا علي وضح هل أم نحكي عن الحواء بس أنا سألتك لأنه سؤال محدد هل أوصلتم كأحزاب وقوى مسيحية أو هل ساهمتم في إيصال المسيحيين إلى هذا الطريق المسدود؟ أنا شخصيا أنا اللي يعني جالس معك الليلي على هالبلاتو أنا لا أؤمن بالطريق المسدود أنا شخصيا لا أؤمن بالحيطان ولا أؤمن بالطرق المسدودة ولا بأؤمن بالدهليز ولا بأؤمن بالأنفاء بالسبديل هاودي ما بأؤمن فيهم من هالمنطلق بس سمح لي أنا بعتبر أنه كل مشكلة عم المر فيها وفي إلى خارط الطريق لنحلها الأهم أن تتوفر النواية أن يكون هناك جرأة بالتعاطي بهالملفات مش شكليا بس معلش لا مثل ما نحن عم نعمل بالعمق بالعمق وبكل الملفات المطروحة أكانت ملفات إذا بدك داخلية أو حتى خارجية المفروض أنه نسعى وما في أبدا مشكلة إذا حددنا نقاط الالتقاء وحددنا نقاط الاختلاف ونظمنا إذا بدك هالعلاقة اللي هي اليوم كانت متفلتة ولا تزال إلى حد ما ولكن عم نسعى اليوم من نظمة في مباين المسيحيين استشار كمان نفس السؤال بالنسبة إلى الطريق المسدود إلى أي حد تعتبر أن هذه الأحزاب هذه القوى كل الطبقة السياسية المسيحية أوصلت بالنتيجة المسيحيين إلى ما وصلوا إليه اليوم بحملون أنا مسؤولية أنه أوصلوا المسيحيين ولكن مش كل المسؤولية في الأحداث الإقليمية والضغطات الإقليمية والمشاكل الداخلية في لبنان أثرت على وضع المسيحيين لكن قيادات المسيحيين وخاصة حاليا يلي موجودين اليوم بالحلقة يعني التير وطني الحر بقيادة عمد عون والقوات اللبنانية بقيادة دكتور سمير جعجع هن اللي تصارعوا صراع قوي كتير واختلفوا على مواقف كتير أوصلوا المسيحيين إلى وضعية ضعيفة يعني بتحملهم مسؤولية حملهم مش كل المسؤولية بحملهم مسؤولية أستاذ ملحم عم تستمع إلى هذا الحوار طبعا أكيد وبدأي ضيف لأله بس شغل اليوم ريتا للأستاذ سمير فرنجي بحوار لأله بيقول المسيحيون لعبوا معركة الاستقلال وحين انتهى الوجود السوري عادوا إلى مربعاتهم الأساسية وخلافاتهم شو بتقول عن هذا القول إذا عطفنا على يلي قلنا بالنسبة إلى ما ورد في مقالة الزميلة دوني يزعط الله حداد اليوم أنا بوافق معه وبعتقد أنه جزء من حواراتنا اليوم أو المحادثات اللي عم نخوضها نحن والتيار الوطني الحر نتيجة تلهينا من جديد ولي بملفات كنا بيغنى عنها قال شي تاني كمان سمير بيك أنه حوار القوات والتيار العوني هو خارج الزمن إذا لم يتفق أو يبحثها في ظروف وصول الوضع إلى هنا نحن كل اللي عم نعمله بالواقع عم نبحث كل الظروف اللي أحيطت بالعلاقات الصدمية العلاقات الخليفية العلاقات اللي إحيانا للأسف كانت دموية بفترة من فترات تاريخ الحرب اللبنانية واللي هي اليوم على مشرحة البحث بين تيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية كمكونين أساسيين في لبنان ولدى المسيحيين لوضع مرتكزات ثابتة وجديدة ونهائية لانطلاق العلاقة نحو المستقبل لنتعلم من الماضي ولكن لعدم إعادة تجارب الماضي بأي شكل من الأشكال على الأساس وضعت أربع معايير للحوار رح بتصور رح يكون فيه استفادة فيها هي النقطة الأساسية فيها هي عدم تحويل أي اختلاف وجهة النظر إلى خلاف من جديد هي تثمير نقاط الاتفاق بين التيار الوطني الحرب وبين القوات اللبنانية هي نقطة كمان مهمة تزويج المصلحة على المصالحة الدائمة وتحويل يعني العلاقات المجتمعية إلى علاقات بين فريق واحد وكأنه لأنه أنت بتعرف بكل بيت في قواتي وعوني يعني ممكن تلاقي ببيت واحد مثلا الأم وبنته وابنه قوات والبي عوني طلعنا بس بالباي معه بلش من هلأ لا استيز براهيم كان بده لأم لا بده مناصف على قليل الناصف طيب رح نحطها مناصف لأم ما بتشكيل الشيء بك مرات لشوف إذا رح ينتبه استيز براهيم لا دغضي دغضي والنقطة الأهم من كل هيدا الشيء هو وتحسين أداب المخاطبة بما يليق بالإنسان كإنسان فكيف بالبحرية بالمسيحيين عظيم هلأ هيدا الإطار النظري استيز بنا لا مش النظري هيدا إطار أنا معك هيدا الإطار التطبيق اللي على أساسه انطلق السواء استيز وليد الليلي مش قابل إلا ما بس بالإطار العملي خلينا نشوف منطلقات الحوار المنطلق بس لك عملنا ثلاث قوات واحد عوني ما زعله ليش أنت بك تزعل شو شو عملنا ثلاث قوات واحد عوني ما زعله بفرد بيت ليش أنت أزعلت أنا أزعلت لا أقل لك استيز إبراهيم عنده مطالب معينة هادي تشدعنا يلا شو عندك تعليق بدي أحكي شوية عن مرحلة اللي قطعناها ما فينا نحنا عم نحكي تاريخ الأن الاستيز شارل تفضل وقيل أنه بحمل جزء من المسؤولية للقاضي اليوم اللي كان إن كان الطيار الوطني الحر أو الووطني أنا برأيي هالمرحلة القطعناها يعني كان مرحلة ما بعد أو ما قبل خروج سوريا أو جيش سوري من لبنان باعتقد كانت مرحلة يعني كان فيها نضال بالنسبة لألنا على الأقل وبالنسبة للقوات باعتقد أنه ملحم موجود وبيقدر يعطي رأيه لكن مرحلة كانت آسية يعني مشفنا أنه معالم الدولة والديمقراطية والحضور والمشاركة وإلى آخرين كانت بالنسبة لألنا نحن مش موجودة والحرية السياسية اللي كنا بدنا نعبر فيها ما كانت موجودة هلأ آآ اختلفنا صح اختلفنا وصلنا للأسف لصدام هيدا هيدا الأمر حصل لكن ما في شي تصار مثله يعني بالنهاية هيدا لازم نتعلم منه ومثل ما بنقول دايما والعماد عون إيلا والدكتور جعجع إيلا كمان مؤخرا آآ آآ لازم نتذكر الماضي مش لازم ننسيه بس لازم ناخد منه العبرة حتى ما نكرره حتى ما نبني المستقبل بخلفية إذا بدك خلفية خلفية الماضي يعني بالحق نحن بمحر بغير العبرة ما نجلد ذاتنا كمسيحيين ما نعتبر أنه نحنا هيدا طبعا مش مواجه للإستاذ شارل أنا عم بحكي عن عنا نحنا بطريقة مقاربتنا لهيدا الملف نحنا مثل ما قال كمان استاذ شارل ظروف إقليمية كتير كبيرة يعني تحكمت بالوضع اللبناني الداخلي في كتير إذا بدك حتى تعاون إقليمي دولي تفاهم إقليمي دولي وضع لبنان كلنا منذكر السينسين كلنا منعرف اليوم بأي وضع نحنا هيدا المسيحي دفع تمنه بتتحمل كل المكونات جزء ونحنا بنتحمل جزء من هالمسئولية ولكن مثل ما قالت هيدا أمر بحاجة لتشريح بحاجة لتحديد مسئوليات ونحنا اللي عم نعملوا بحوارنا المصارحة والمصالحة هي كمان عم بتكون حوال ملفات محددة وبكتير من الجرأة وبكتير من الصراحة لا أنت بهذه العملية يعني لا إبراهيم كنعان هو الذي تولى هذا الملف يعني السيد غسان سعود بجريط الأخبار بـ 28 كنونتين الفئة مجمع لي كل المقالات اليوم لا مني مجمع هذا شغلتنا شو بنا نعمل إذا مقرينا شو بنا نعمل يا أستاذ إبراهيم أنا بالعكس عم بحييك بيقول وجد أمين سر تكتل تغيير والإصلاح أنا إبراهيم كنعان في الحوار مع القوات فرصة للعودة إلى الأضواء نعم بعد انتكستي الإبراء المستحيل وسلسلة الرتب والرواتب وتراجع الاهتمام الشعبي والسياسي بلجنة المال والموازنة هي حقيقة أنه شوفنا فيه انتكست بمسيرتك هل كان استلامك هالملف هو محاول العودة إلى الأضواء من خلاله لا تعليق ليلة تعليق أنا مش هيدا يعني ولا ملف من هالملفات فت فيه بزهنية الربح والاخسارة ولا بزهنية إذا بدك ضوء بس إنه بالنتيجة وصلت لها الوضع أستاذ وليد مبلغ مش أنت عم تقول معلشي أنا بدنا نتصارح الليلة مش بدنا نتخبه وراء كليشيات إذا جينا نحكي الأمور مثل ما هي أنا ما بيعنيني هيدا الكلام أنا ما بيعنيني لألي أنا لا بالإبراء المستحيل أبل أصلاً إبراء المستحيل هو كتاب نعمل بيوسي عدد من المخالفات يلي نحنا بنعتبرها وكل الناس أجمعت عليها الميلية هلأ اختلفنا على مين المسبب بس ما اختلفنا أنه دايننا وصل لم يتاب بعدين شفت أنه صار في حوار بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بالتالي تم التخلي عن هذا الأمر إذا تسمح لي لا أطلاقاً أنا معك وأنا تعرف أني بالتيار الوطني الحر وبتكتر التغيير والإصلاح يعني إلي حضوري وموجود وبشارك لا أطلاقاً نحنا حتى الحوار مع القوة اللبنانية ومع تيار المستقبل وبكرة إذا إعلان النواية اللي عم يشتغل عليه رح يطلع على العلن إن شاء الله رح تشوف أنه في جزء أساسي اسمه الإصلاح المالي وبهذا الجزء الأساسي كل المرتكزات اللي كنا عم نحكي فيها إن كان على صعيد الموازنات أو الحسابات المالية أو حتى المحكمة الخاصة للجرائم المالية في لبنان لتقدم العماد عون باقتراح لمجلس النيابي ويردي بحوارنا مع كل الأطراف استاذ وليد ما نكون نحنا عندنا دايماً مركب ناقص وقت اللي نحكي مع حدا منعتبر حالنا إنه نحنا كمسيحيين أو كلبنانيين عم نتنازل عن عن مشروعنا فيك تحكي مع شريكك أو مع خصمك أو مع حليفك وفيك تضلك يعني محافظ على على إذا بدك مطالبك على مشروعك وإلا شو مش ممكن عم نحكي بل عم نحكي هلأ بالوضع الشخص لحظة بالوضع الشخص أنا مش أنا اخترت اللي اختارني لهذا الموقع هو اللي عم يدعون أولاً يعني مش أنا عم نبش عباوه باعتقد اللي بيعرفني منيح واللي بيعرف مسيرتي واللي بيعرف عملي كتر خير الله يعني بالعكس عم عيني من كترة الدول تم تكليفكن من الأول أو صار فيه اتصالات بينك وبين استاذ ملحم انطلاق من هالاتصالات انت وضعت الجنرال عون بالوضع استاذ ملحم شو الفرق لا فيه فرق بعدين قال لك مدام إنه انطلقت بهالأمر يلا كمل والله هيك ما بعرف والله أنا ماسمعت هيك الحديث كان انت بتعرف أنه بالأحزاب وبالتيارات السياسية يعني عن جاد شغلي ما حابي بك نفوت فيها إنه شغلي بالنسبة لأقلي أمام المسؤوليات الكبيرة اللي نحن عم نتعطف فيها وضع المسيحي رح نحكي بإذا ليش إبراهيم كنعان ومش إبراهيم كنعان بكلمة وحدة ليش مش إبراهيم كنعان عظيم هيدا جميع هيدا واحد اثنين لا لا ما فينا نمرق كلها تانيا ما فيه لا انت كاسي بالنسبة لعملي بلجنة المال والموازنة 34 توصية قرار موجودين بالحكومة وبرئاسة الحكومة ونحن عم نتابع هالإصلاحات وبكرة في اجتمع لجنة المال والموازنة على عائدات البلدية اثنين بموضوع سلسلة رتب ورواتب ولا انت كاسي لأنه صحيح تغيرت اللجنة لكن رجعنا وصلنا على المشروع ذاته بمعنى نفس الأرقام اللي كنا عم نحكي فيها وقتلي كانت برئاسة اللجنة الفرعية من هالمنطلق لا ما منقيس الأمور بمنظار شخصي بعدين ليش أنا لأنه كلفني مثل ما قلتلك العميدة عون لا مش لأنه اجا الاستاذ ملحم رياشي وحكي معي بيقدر العميدة عون لا لا ما قلتك طالب بلشت اتصالات بينك وبين استاذ ملحم بعدين تطورت هالأمور حطيته الجنرال بالصورة حط استاذ ملحم الحكيم بالصورة استاذ وليد بيقدر أي لحظة جنرال عون بهيك موضوع يا ما بيجي ناس بينقلوا رسائل ويكلف شخص آخر حسب الملف وحسب أهمية الملف وحسب مين مولاج أو مين بيمثل بشكل أفضل هذا الملف وهذا رأي العميدة عون مش رأي حدا تاني استاذ ملحم كمان بالموضوع الشخصي بالموضوع الشخصي كمان بزيت المقال بيقول الزميل غسان سعود يبحث ملحم رياشي عن دور ما في معراب يتجاوز حراسة الفاكس وتكريم الصحفيين شو شو أنه طالع شي 50 شو بدي أقول لا لأنه تألك لا لأنه كمان كان يلي أنه مستلم هالملف نعرف أنه استيلات أو ملف الحوار العوني القواتي أو حوار التيار الوطني الحض حزب القوات اللبنانية هو كان يهتم فيه أكتر شيء النائب جورج عدوان أنه لماذا انتقل هذا الملف من النائب جورج عدوان إلى الاستاذ مالحم رياشي ماشو مزبوط الكلام ملف اللي إله علاقة فيه استاذ جورج عدوان بعده عم يتعاطى فيه والملف اللي أنا مكلف فيه مكلف فيه ما حدا عم بيلغي حدا ولا هيدا موجودة بسياسة بسياسات الحكيم ولا بسياسة القوات اللبنانية بشكل عام وأنا بمبسط أصلا انتر الفاكس شغلي لزيزي واحد انتر الفاكس يعني ما بزعل شو ما كان التوصيف بيأدي لفعل تواضع هذا فعل التواضع هذا فعل إيجابي بس بتصور هيدا يعني خارج سياء يعني البحث هو بي ما بعض منه منه بهالشكل يعني البحث هو إذا بدك معمك أكتر وعم بيحطال ملفات العلاقة بتاريخ العلاقات المسيحية المسيحية والعلاقات الوطنية كمان يعني مش أول حزبين بيصطدموا بعض كل الأحزاب ضمن الطواقف وضمن المزاهب اصطدمت ببعضها بفترة الحرب واصطدمت بعنف كمان وبشكل مثير للإشماء زاز لأبناء وللناس وللطواقف ولكن بذات الوقت تفعيل هذه العلاقة لا يجوز أنه نتطلع لورا عطول نحن وعم نتطلع لورا إذا نتطلع لورا مثل رحب يسوق بسرعة معينة على طريق العام بدي يتطلع بس بالمرأة اللي قدامه تيتذكر شو فيه وراه بس إذا تطلعوا براه مراسه أكيد رح يعمل حادث ويدهور مش هذه منطق الأمور مع احترامي لكلام أي صحافي كتب بهذا الملف ومع تأديري كتير إيجابي حتى بالفاتيكان لما بيكون في تأديس لأديسين مش عم نحكي عن قصة سياسية مجتمعية بهاك بالتأديس بيكون في محامي الشك اللي هو محامي الإيمان نحن لازم نتشكر أي حدا بيشكك بهذا الموضوع لأنه الشك يعطي فعالية أقوى ودفع أقوى سواء من المفاوضين أو من الحكيم والجنرال للتقارب أكتر ولبناء مساحة ثقة نحن نفتقدها اليوم مجتمعنا يفتقدها بين ميشيل عون وبين سمير جعجع استشار الرئيس ميشيل سليمان بيقول يوم لموقع ليبانون فايز قد أفهم على حزب الله والمستقبل لكني أعترف بأني لا أفهم على الجنرال عون وعلى الدكتور جعجع والأهم أن يتمكن من سحب الضغينة من نفوس المسيحيين برأيك هل رح يتمكنوا حقيقة من سحب الضغينة من نفوس المسيحيين الضغينة بتمكنوا من سحبها لأنه الروح المسيحية الحقيقية هي روح تسامح ولما بنحكي عن المسيحية بنحكي عن كلام السيد المسيح يلي كلها رسالته محبة وتسامح وتطحية وغيرها إنما أنا عم بعتبر أنه هني عم بحاولوا يخلقوا جو إيجابة بين القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر ولكن حوار حزب الله المستقبل وحوار طيار الوطني الحر القوات لن يلامس المسائل الجوهرية حتى متما تفضلت بمقدمتك أستاذ وليد المهم أنه حسنوا الجو نجي على مسائل أساسية طردوا الجو طروا الجو هدنة أو الانطلاق من من مصطلح أنه يعني تركيز المصالحة خلق جو إيجابة مثل ما حكي أستاذ ملحم ولكن أنا كلبناني وكمسيحي بنتظر أنه يفوتوا بالعمق على الموضوع قد يكون الجوهر متروك لمباحثات العميد عون والدكتور جعجع هن يبحثوا للجوهر إنما الورقة اللي بدو يقدمها أستاذ إبراهيم كنعان والأستاذ ملحم مريشي هيدا الورقة فيها نقاط أساسية ماذا عن لبنان يعني لحد هلأ الطيار الوطني الحر ما قدر وضع مبادئه بالنسبة للبنان شو هو لبنان يعني هل هو دولة لمركزية سياسية هل هو يعني النظام عم بتحكي لا يعني عن جوهر هل يؤمن بأمي لبنانية يؤمن بوطن لبناني كلهم وحدين مع بعضهم القوات اللبنانية تؤمن بالدولة اللبنانية بس أنا بدي أحكي عن المجتمع عن الأم عن الوجود يعني الكيان يعني بالتالي هن اتنينيتهم أحزاب مسيحية ما قدروا استقطبوا أي شخص من طيفة إسلامية أو غيرها اتنينيتهم بالنتيجة رح يصلوا لمحال في خلافات جوهرية ما لم يبحثوها جديا ويفكروا فيها أولا هل هن بيظل التقسيمات عم تحصل بالمنطقة هل هن مع الحفاظ على كيان مسيحي في جبل لبنان جبل لبنان التاريقي اتنين شو موقفهم من رئاس الجمهورية لأنه نفهم أنه اجتمع وقته العميد عون ودكتور سامير جعجا عطلوا انتخابات النائب والوزير مخيل الظاهر رجع الرئيس أمين جميل عين العميد عون وهو يدرك تماما أنه تعيين العميد عون تاني يوم حرب بينه وبين دكتور جعجا وبعدين رحنا على الطائف العميد عون رفض الطائف دكتور سامير جعجا عبل بالطائف في مسائل أساسية المسيحيين تياخدوا يشيلوا الضغينة بشيلوها بس هني بدهم إيجابية أساسية وهلأ في مفصل أساسي اسمه رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية موقف الدكتور جعجا يقول أنا بنسحب بنسحب يا عميد عون إذا الدكتور جعجا عم بيقول هيك العميد عون بالمقابل عم بقول أنا مرشح ولن أنسحب هلأ إذا انسحب العميد عون بعد فترة بيكون هو انتقل دوره السياسي من رجل دولي كبير إلى رجل مناورة يعني ناور بترجيحه للرئاسة ولما حصل على البده يانسحب وهيدي بتكون نهاية حياة سياسية للعميد عون أنا شخصيا بدعمه برئاسة الجمهورية أنه يجي رئيس جمهورية وأنا بيدعي الدكتور سامير جعجع يقبل بترجيح العميد عون مثل ما إجا الرئيس بري بتحالف بينه وبين حزب الله تحالف شيع إجا رئيس مجلس نواب مثل ما إجا الرئيس سعد الحريري أو رئيس تمام سلام من خلال أكسرية سنية مثل ما الوزير وليل جمبلات يمثل 70% من طائف دورزي يعمل عبد دور فليتفضلوا ويوفق على رئيس الجمهورية وساعتها بيصير في حل جدة بين القوات اللبنانية والعماد عون سبقتنا الحل أكتير من هك يعني هذا لا أنا بدي أصل لنقطة أقول عبر الإعلام بوجه سؤال للعماد عون يعني ما قالوا بعد للرأي العام هو مرشح بس هل هو مرشح حتى النهاية أم هي مناورة سياسية بس لحد هل قد السياسي شو بيقول بقول أنه مرشح بس وقت مثلا الوزير جبران بسيل كان بده يه وزير للنفط للطاقة ده المصر بعدين إيش وزير خارجية هلأ صحيح الوزير نظريان بعده كأنه الوزير بسيل بالطاقة ولكن عمليا أنه ما جيبوا على وزارة الطاقة العماد عون اللي هو لازم يجي رئيس جمهورية إذا سحب من ترشيحه لرئيس الجمهورية تحت أي مسيرة من حزب الله من إيران من سوريا من فرنسا من واشنطن من مما كان بيكون انتهى سياسيا كل نضاله أنا بعرفه هو مقدم وبعرفه حاليا منهو مقدم طامح ليصال هو فهلأ اليوم أنا عبر الإعلام بقول له للعماد عون أنت جدي للآخر وإلا بتكون الأيام اللي ضيعتهم وما خليت يصير فيه انتخابية رئاسي بتكون نورد على الشعب اللي برد على كلام الرئيس سليمين أنه ما عم يقدر يفهم ماذا يحصل بين القوات وبقول لا أفهم على عون وجعجع لا أفهم على عون وجعجع بالمطلب هلأ في خلاف قوي كان حاصل بين العماد عون والرئيس سليمين صح وبهل مجال أنا مع العماد مشيل سليمين مش مع العماد عون لأنه ما أخطأ الرئيس سليمين بحق العماد عون ولكن لازم يتفهم الرئيس سليمين ما الذي يجري بين دكتور جعجة وبين عميد عون هذا التقارب الإيجابي المفيد يلي عم بريح الشعور المسيحي بدل من دل على طول عوني وقواتي على الأنين هذا جهد مهم كتير بريح المسيحيين بس يتفضلوا ينتقلوا للنقاط الجوهرية نقاط الجوهرية خلينا تضح سؤال كتير أساسي هل برأيك العميد ميشيل عون ماضي حتى النهاية بمعركة ترشحه قبل في نقاط كتيري أسارة الأستاذ شارل أيوب وهيدي بدي رد علي يلا بس بسرعة بدي أخد وقت لأنه إذا عدت نقاط يلا يا أستاذ إبراهيم عندك وقتك ولا أولا بالنسبة لموضوع نحن من شو منطلقين كتيار وطني حر عم يحكي الأستاذ شارل كين بالأول أنه بعده هو مش عارف لليوم أنه التيار أنه شو منطلق والقوات اللبنانية صحيح مع الدولة بس كيف الدولة ده حزب مسيحي لليوم ما قدر استقطاب شايدا هو الكلام اللبلشنا فيه الأول ما مفهومكم كتيار وطني حر للكيان اللبناني هل هو أم موحدة مجتمع موحد أم فيه مميز للطرف المسيحي نحن استاذ شارل منطلقين من دستور نحن حتى بنقاشنا مع القوات وبقبل نقاشنا مع القوات بكل مطالب نحن مش قابل بالدستور لا قابلين أنا عم بقال لك كيف مش قابل لا مش قابل بالطائف لا قابل بالطائف هو ناطر وقت بده يغير الطائف إذا بتسمح لي بس اشرح وجهة نظر ناطر أو مش ناطر هلأ قابل كل إنسان وليه أنت تالي آخر لحظة بأسهرب عبداء غيروا لي حرف بالطائف ما قيل غيروا حرف بالطائف كان عم يحكي عن السيادة وعن انسحاب سوريا من لبنان لا قيل عم يحكي عن الطائف وفق على حل مجلس النواب لأنه النواب راحوا على الطائف أقروا الطائف استشار إذا بتسمح لي اشرح حضرتك حكيت أنا ما قطعتك بموضوع نظرتنا نحن للدولة نحن وإن كان عندنا مثل أي لبناني مثل أي سياسة مثل أي شخص مصاهم بشركة مجبور يقبل بالدستور يلي هو فيه ملزم يطبقوا ويحترموا نحن عم نطالب باحترامه أما السعي لتطويره والسعي لتغيير بعض نقاط فيه إذا كانت موجودة فهذا مشروع وديمقراطي وإلا ما كان بينزل بالدستير بنود بتحدد إليت تعديل الدستور لا أسمح لي بنقطة معنات العماد عون موفع على الطائف العماد عون اليوم بده يطبق الدستور عم يتعطى معه كموجود وكحاضر ووجه رسائل إذا بتذكر من كم شهر إلى كل الدول العربية الضامنة لاتفاق الطائف شو طلبهم فيها؟ طلبهم وجههم الرسائل اللي وعتوا وقته بالطائف وطلبهم باحترام الطائف بمعنى تطبيقه جيدا شو بيكون عم يطالب العماد عون؟ موقفوا من الطائف تاريخيا معروف اليوم عم يتعاطى مع دستور لبنان كموجود ويطالب باحترامه أما الفرق الكبير بينه وبين غيره أنه اللي ارتضى بالطائف واللي إذا بدك كان أساسي بتركيبة الطائف عم نحكي عن القوة السياسية اللي حكمت بالفترة السابقة ما احترموا اتفاق الطائف بولا بند من بنوده نحن حتى ما احترموا الدستور رفض الطائف يا سيدنا ما عم بقلك بالتسعة وثمين رفض رفض بند بالطائف أساسي أنا كنت بهذه المرحلة وكلنا كنا رفض بند أساسي قالوا أنا ما رح أدخل معكم بالإصلاحات الداخلية راجع الأرشيف ولو أنت بتعرف الشيء إنما بالموضوع الخارجي لا يجوز وضع لبنان بالتلاجة لا يجوز وضعه تحت وصاية برعاية بوقتة أمريكية سعودية هذا الأمر هذا اللي رفضه العماد عون ودفع تمنه 15 سنة بالمنفى هون بدي أوصل لفكرة رئيسة الجمهورية لو العماد عون صحيح كل هدفه أنه يعمل رئيسة الجمهورية لأن حضرتك ذكرت أنه بتعرفه من أيام ما كان مقدم وصولا إلى اليوم لو هذا كان هدفه جلمة دفع تمن موقف أساسي أخده ضد فكرة بند موجود بالتفاق الطائف يلغي لبنان كبلد مستقل يلغي الديمقراطية بالبلد يلغي أي إمكانية لأي دينامية لبنانية لبنانية وما كان حدا نعارف أنه العماد عون بيرجع يعني العماد عون بالموقف اللي أخده طر يدفع حقه 15 سنة ويمكن كانوا يكونوا 50 سنة ويمكن ما كان يرجع من الخارج إذن أنا عم بعطي رأيي وتوصيفي لهذه الواقع ثلاثة مش صحيح أنه المعركة هي فقط معركة رئيسة الجمهورية للمرة الأخيرة خلينا نشرحها ونعطي ما وقفنا منها هي جزء من كل رئيسة الجمهورية فيها خلل بالنسبة لألنا وللعماد عون من 24 سنة لليوم أي منذ الطائف حتى اليوم لم يأتي رئيس جمهورية مع احترامي لكل الرؤساء على المستوى الشخصي مع احترامي لكل حدا منه أنه في عنا بيناتهم أصدقاء اليوم ولا رئيس جمهورية كان عنده الحيثية الشعبية التمثيلية المسيحية يلي برأينا بهذا النظام التعددي الطائفي يلي من شوية كنا عم نحكي تحت الهوى أنه في رئيس سنة وفي رئيس شعي وحضرتك هلأ أحكي تفوق الهوى طالبت بانتخاب العماد عون لأنه الأكثر تمثيلا ما إجينا رئيس جمهورية عنده أي حد أدنى من التمثيل المسيحي فإذا مطالبتنا مش بالعماد عون رئيس جمهورية اليوم هي مطالبة شخصية ولا معركة معركة شخصية هذا زعيم موجود عنده 27 نايم عنده كان اليوم 70% من المسيحيين اليوم أقل ولكن يمكن أكتر أو أقل مش هذا الموضوع إنما المعركة هي تصحيح خلل أساسي في هذا النظام من هذا المنطلق ولكن فيك تطلع من كلمة ميشيل عون شو ما تقول بالنتيجة تصل لأسم العماد ميشيل عون ليش بدي أطلع أنا أقوله وقت اللي حتى طرح العماد عون خليني وضح أكتر وضح تفكير ما عم نعمل محاضرات جملي لا مش محاضرات أنا ولو هذا صار التاريخ بدنا ندس كما استيز ملحم فإزا لا بتمنى عليك استيز وليد بتمنى من خلالك ومن منبرك لجميع الإعلميين اللي منحترمون لا القصة شكلية بإبراهيم كنعان وبملحم رياشي وبجورج عدوين كله مطوح كله مطوح أنا أطرح في 25 مقال غير هذا المقال معلش يا الصيفي كتبت بجريط الأخبار قصة الحوار كله ما حدا سألنا عنه خليني بدك لا لا أنا بحترم كل الأراء بس اسمح لي أعطي رأيي أنا اللي عم بقوله أنه نحن المسألة بالنسبة لألنا والعنوان الأساسي للحوار مع تيار المستقبل ومع القوات اللبنانية ومع أي طرف آخر بذكرك مدير الألعاب من سنة أخذنا قرار بالانفتاح على الجميع وبالحاكم على الجميع والتقنا مع كل الأحزاب بوقتها مع هذا القوات اللبنانية رجعنا لتقنا اليوم تقول نحن بدنا نصلح خلل بالجمهورية ما فينا نقول أنه في خلل بالجمهورية وفي إذا بدك ضرب للتمثيل المسيحي وللحضور المسيحي وبزيت الوقت نقول ليش بدو مشي العون واضحة واضحة شفنا رؤيتك أو بدنا رئيس قوي بدنا رئيس قوي إلى رئيسة الجمهورية بدنا ناخد فصل إعلاني ونشوف رؤية القوات اللبنانية القصة مش شخصية إلى أي حد مدنا شخصية بس إلى أي حد تتفق رؤية القوات اللبنانية مع رؤيتكم بالنسبة إلى رئيسة الجمهورية وإنما بعد فصل إعلاني أول لهذه الليلة تفقنا على المواصفات سؤال هالأسبوع من برنامج بموضوعية كان هل تعتقدون أن العماد ميشيل عون والدكتور سمير جعجع سيتفقان على اسم لرئاسة الجمهورية؟ اخترنا عيني من إجابتكم فاتن سرور قالت مستحيل إلا إذا اتفقها على أن يكون الرئيس ميشيل عون ومن بعد سمير جعجع حساب بعنوان نوتو تارر اعتبر الأمر تمثيلية ومسلسل لبناني السخيف وأضاف ضحك على الشعب حساب آخر بعنوان ثاندر لاب كتب أن تمنى ذلك يكفي ما يقارب 27 عاما من الحروب والمشاكل بينهما وبالتالي بين المسيحيين أما سعيد سربيح فأكد إذا لم يتفقوا سوف يضعف هذا الموقع إلى الأبد بشير العمري قال بدوره بالتأكيد سيقبلون بالاسم الذي سيفرض عليهم في المرحلة المقبلة طارق صايغ اعتبر أنه ممكن يكونوا اتفقوا على أنه لا يتفقوا نضال عجيب أكدت أنه إذا ما أتت التعليمات بالاتفاق لا شك بأنهما سيتعانقان إلي سيبا قال للأسف كلا ومننهي مع وائل الفراج يلي كتب ارحمهم يا أبتي أنهم لا يدركون ماذا يفعلون استاذ ملحم إذا ما نراجع كل ياللي نقال على تويتر منشوف أنه تقريبا يعني المقاربة ندفي سلبية بالنسبة إلى الاتفاق حول رئاسة الجمهورية بين الدكتور سامير جعجع والعماد ميشيل عون استاذ إبراهيم قال أنه في اتفاق على رئيس القوي هل عندكم فرد تحديد حقيقة للرئيس القوي يعني مبدئيا يعني يمكن في بعض اختلاف بطريقة مقاربة بعض التعبير ولكن مبدئيا الرئيس القوي هو الرئيس القوي يلي بيكون من بيئة حاضنة لإله الرئيس القوي هو يلي بيكون ممثل الجمهورية القوية الرئيس القوي هو يلي بيقدم المواصفات الأفضل لمعركة رئاسة الجمهورية كمقعد وطني وبالتالي أو بالأول إذا بدك حض بعض مقعد الماروني أو المسيحي الوحيد بهذا الشرق في مجموعة مواصفات هي قيد البحث بتأسف أنه ما أقدر خبرك كل شي لأنه المحادثات تتسم بالسرية التامة ولكن جزء من إعلان النواية بيقدر أكد لك هو مادة من مواد إعلان النواية رح تكون رئاسة الجمهورية عكس ما كل الناس متصورة يعني مواصفات بيكون فيها مواصفات خلينا ننطر الورقة بس تطلع وأعلان النواية حتشوف شو فيها بس رغم أنه العين اللي عرضتها حضرتك بالشاشة لا تعتبر معبرة علميا ولكن تعطي هيك انطباع معين ومناخ معين ونحترمه بس بالأكيد بالأكيد أنه إذا حبينا هيك نقرأ بالعين التالتي اللي عم بيكتبون الناس واللي عم بيجربوا يقولوا عم بيجربوا يقولوا أنه لازم المسيحيين يتفقوا لازم المسيحيين يكونوا على القليل عندهم مسيحات مشتركة نحن مع هذه المسيحات المشتركة مع إيجاد ثقة أكبر بالمجتمع اللبناني واللي المسيحيين هني جزء منه هذا المجتمع ليعطي دفع للبنان كوطن الرسالي ويعطي دفع لمسيحية الشرق يحسوا أكتر بالأمان أنت بتعرف أنه هيدا الحوار اللي عم بيصير بين القوات اللبنانية وبين تير الوطني الحر حتى عم بيريح المسيحيين أو ما تبقى منهم حاليا بينينا لأنه نحن أكيدين وأكتر من أكيدين أنه بيوم الأيام حيرجعوا ويمكن الناس غيرهم موجودين بينينا ويعتنقوا الديان المسيحيين بس البعض بيقول أستاذ ملحم أنه هذا البحث أو هذا الحوار سيتوقف عند مسألة رئاسة الجمهورية لأنه حتى بيال يتفضل فيه سيتوقف عند مسألة رئاسة الجمهورية سيتوقف عند مسألة قانون الانتخاب سيتوقف عند مسألة أداب المخاطبة السياسية سيتوقف عند مسألة الهم المسيحي ومصلحة المسيحيين في لبنان والشرق سيتوقف عند مسألة اللبنانيين عموما سيتوقف عند دور المسيحيين في السلطة اللبنانية وأهمية مشاركتهم بعد غياب طويل شاء سلطة الويساي وزمن الويساي أنه يغيبهم كليا ورجع الفترة ما بعد الويساي كانت وضعهم بعده غير مستقر بعد الفالق الزلزالي اللي ضرب لبنان من التسعين ورجع ضربه بالألفان وخمسة لا لكن تقول يتوقف يعني ينتهي لأنه تقلت لأنه مفهوم الرئيس القوي ما رح ينتهي الحوار كما عم بتقول يعني كل المعلومات عند الرئيس العماد ميشيل عون مفهوم الرئيس القوي هو الرئيس القوي أو الدكتور سامي جعجا بينما عند دكتور سامي جعجا يلي عم بيقولوا أنه خلينا إذا منختار شخصية تالتي ومنجيّر لقوتنا الشعبية من الجنرال عون ومن الدكتور جعجا بالتالي هذا الشخص الثالث يصبح قويا حكما وبالطبيعة لكن شو عملت حيوان صحيح أنه في هذا الاختلاف قلتلك في توصيف شبه مشترك على هذا المفهوم أو حتى مشترك بشكل كامل ولكن بتعبير هيك شوية مطاطة من الطرفين ولكن مرة خبرك شو عم نعمل لأنه اللي عم نعمله هيدا مش مرة بدي خبرك مش أنه عم خبي عليك بس لأنه هيدا الموضوع يتسم بالكتمان والسرية واستعينوا على قضاء حاجاتكم بالكتمان الموضوع ما يعني مش قصة مزيدة لا مزيدة بالاسم ولا مزيدة بالعنوان ولا مزيدة بالتوصيف الموضوع هو إنقاذ الجمهورية يعني بس أنه ما عندك تعليق على هذا السؤال لا لا تعليق بس هيدا البحث بالذات هو إنقاذ الجمهورية إنقاذ الجمهورية حكما يؤدي أو معالجة أسبابه يؤدي حكما إلى الانتقال إلى سلة النتائج حيث يتم البحث في الرئيس أستاذ إبراهيم حول هالموضوع كمان نعم يعني فينا نقول أنه فيه اختلاف حول مفهوم أبا إيس القوي بينكم وبين قوات لبنانية نحن عم نتحاور لو ما فيه بالأساس حضرتك طرحت إشكالية موجودة قبل ما نبلش بالحوار كان طرح العماد عون الأخير أنه ننزل على مجلس نواب وتحصر المعركة التنافس بين الأقوياء الثنين العماد عون والدكتور جعجة وكان رأي وهذا من خلال برنانجا بعتقد هذا اللي أطلق كل اللي عم نشوفه اليوم بعتقد أنت إلك يعني الفضل الكبير بقى حيش بقى تخدنا على محلات يعني تحت تحكم وتعطي أحكام مبرهيم أنا بالعب داوذي أنا داوذي أسئلة نقضية إذا بدي أقعد لكم أمين بس أنا للناس بدي تعرف وخاصة المسيحيين بدهم يعرفوا فعلياً شو عم نعمل ونحن عم نحاول بهذه الحلقة بقدر الإمكان وبقدر ما عم تسمح لنا عم نحكي حقيقة وفعلياً شو عم بصير سألت سؤال أساسي عم بقلك أنه بالأساس كان الدكتور جعجة طارح وكان العماد عون شو طارح كان طارح التوافق على شخصية ولكن هو مرشح أيضاً وهو يتمتع بصفة تمثيلية لا يستهن بها صح هذا الكلام لكن وقت دخلنا على الحوار يا أستاذ وليد اللي ميعتبرينه واللي عم بيشككوا فيه ونحن منحترمون كله وأنه هذا شكله وهذا بده ضو وهذا بده مدرشه لا نحن انطلقنا من دون شروط يعني وقت اللي فتنا على الحوار كان من ركيئزه أنه حطينا جانباً إذا بدك هذه الطروحات اللي كانت مطروحة وإلا إذا كل حداً فيت على الحوار بأفكار جامدة بالنهاية ما فيك توصل لحال مظبوط هذا الكلام فتنا بدينامية جديدة واتطور الحوار وصل أن يشمل عدة مواضيع هالمواضيع اعتبرناها وهي هيك هي إذا بدك مكملة لبعض البعض يعني إنوان الانتخاب ورئيسة الجمهورية ناينهم بكملوا شغلة اسمها تصحيح خلل من الطائف لليوم بالمنظر المسيحي حضورنا بالإدارة بس لا بإنوان الانتخاب اتفقتوا يا خي عم تحكي ما سألتنا بلشتوا بالاتفاق واختلفتوا آخر دقيقة بإنوان الانتخاب والبعض بيقولوا برئيسة الجمهورية رح تختلفوا قبل ما تتفقوا ببعض حقه يقول البدوية بس أنت هلأ حضرتك ذكرت عيني وأنا بحترمها ولكن أنا بتعرف في معي استطلاعين معمولين ونشروا بشركتين معروفين بلبنان إن كان ستاتيستيك لبانون أو إبسوس بيعتوا ستات إبسوس بيعتوا فوق 97% من المسيحيين في لبنان من 90% ل 97% بدوا الاتفاق وأكتر من 60% بيقولوا إنه فيه إمكانية الاتفاق وبيطالبوا باتفاق شامل من رئاسة الجمهورية لتحدث قبل ما نوصل لكل اللبنانيين لا ما أحكي عن اللبنانيين أحكي عن المسيحيين إيه بس اسمح لي بس اسمح لي كمان هل كل يلي بالتيار وكل يلي بالقوات بدون هذا التقارب يعني شفنا بالأسبوع الفائد حادثة التي تتعلق بالسيدة ستيدة جعجع ويلي طلعت على أوتي في يعني هالأمر ألا يدل هذا أنه في نوع من أنواع المتضادرين من هذا بهذه الحادثة تحديدا إذا بتسمح لي إطلاقا لأنه تبين خلال 24 ساعة فقط من تاريخ إذا بدك صدور هالشريط هيدا أنه هيدا اللي عم بحكيك هذا مشترك الكلام يعني هذا تقييمنا وتقييم القوات العظيم أنه إطلاقا ما كان في خلفية سياسية وراه إطلاقا ما كان في خلفية إذا بدك للأذى كانت العملية حصلت مثل ما بتحصل بأي مؤسسة إعلامية أنا ما رح أدخل هلأ بإشكاليات أنت بتعرف التلفزيون أكثر مني كيف ما بيكون في خلفية سياسية ولو بنشط أخبار هايك تقرير لا ما بنشتغل كمان ما بنشتغل أخبار لا هايك تقرير هايك تقرير ما قلو خلفية أنا علي يقول لك مش هيك وأنت حقك تقبل أو حقك ما تقبل أنا عم بقول لك وهذا الكلام يعني ما بده حتى اتنين يحكوا فيه لأن طلعت النائب ستريدة جعجع طلعت وقالت وشكرت قيادة التيار لا لا ما بنقول قياداته ما بنقول الجنرال حتى التعاون لا بدك تقول أنه هوني قيادة التيار الوطني الحق أنا عم بقول لما في خلفية قيادات التيار لم تكن على علم هايدي مسلمي فيها لحظة أكثر من هك بس ما كان فيه متضررين دخلوا من خلال هذا التقرير لا حتى ماذا هذا التقرير على الأوتيفي لا لا معلش شيخ أنت شخص علامي وعندك حضورك وعندك مسئولياتك بها المؤسسة وكان عندك مسئوليات بمؤسستين أنا بسألك سؤال لا يمكن أن يمر بأي شكل من الأشكال بدون ما يكون فيه خلفية أزى أو ضرر أي موضوع بمؤسسة إعلامية بيكون فيه غلط أو يمكن مش غلط بدك جواب رح يكون قدام استيشار بموضوع سانوي غير أساسي يمكن أن يمر بس بموضوع بهذه الأهمية لا يمكن لمدير الأخبار والبرامج السياسية أو لرئيس التحرير أنه ما يكون شيك عليه استيشار حضرتك رئيس التحرير معقولي موضوع أساسي وخاطر بهذا الشكل أنه يمر بدون ما يكون فيه تشييك علامي قبل رئيس التحرير أو مدير الأخبار مفروض هيك بس أنا الرواية اللي عم بقولها استيز إبراهيم بالمبدأ كمؤسسات إعلامية وسعافية هيك بيصير بس الرواية أنا بحترمها اللي عم بقولها بس في شغلي يعني نحن عم ناقش الليلة يعني أنا عم بحضر برنامج بموضوعية يعني حاضر فيه موجود فيه تعني نحكي عن ورقة السيز ملح مرياشي بقول سرية ما فينا نحكي فيها والسيز إبراهيم بعد ما قلت شيء بعد ما حكي فيها ما قلت ما حدث عنه نحن تنقدر ناقش يعني فعليا بالموضوع خلينا نعرف شيء عن الورقة الورقة اللي هي موجودة أولا أستاذ وليد رح نحكي بالورقة وشكرك أستاذ شارلا أنا اقترحت السؤال ولكن أستاذ وليد من العودة لموضوع الأوتي في الأوتي في كان فيه تعاون كامل مع إدارته مع تحريرها مع تحريرها مع الأخبار بالتواصل مع القيادة السياسية وصولا إلى التواصل مع القوات اللبنانية وإيدتها حول إذا بدك هالمسألة ونحن نعرف وهي دي واضح وهي دي واضح أنا سأزح انطلاءا من وجود متضررين أنا كان سؤالي واضح معقول أنه الجنرال عون وأنه قيادة سيارة لطن الحرب داخلي بهالخصة إذا عم تقصد إذا عم تقصد جاء عزيز رأى جاء عزيز بما إليته من شهر لليوم بجريدة الأخبار بيكتب رأى مطرح ما بيكتب بمحلات تانية وقل لي ساعتها إذا كان داعم لها الفكرة اللي نحن فيها اليوم أو مش داعم يعني بتعتبره خطأ أنا ما بدي فوت بالتوصيف أنا بدي أقول في شي حصل عمل إشكالية هالإشكالية تعالجت وصارت ورانا وأنا برأيي بهذه الإشكالية بالذات ما كان حدا عندهم إيه سيئة عظيم نين في متضررين هون بوافقك الرأي هناك متضررين من هذا الحوار هالمتضررين من الحوار مش ضروري يكونوا يعني اليوم موجودين بحادسة معينة بوقت معين موجودين وهم بأي لحظة من اللحظات ممكن يدخلوا بصغرة ممكن يكون عندهم إذا بدك أجندات خاصة ممكن يكون عندهم مواقع خايفين عليها ممكن يكونوا والله حبين يلعبوا أدوار ممكن يكونوا أحزاب ممكن يكونوا دول بيلاقوا أنه التلاقي المسيح المسيحي بهذه المرحلة بيخلق عامل جديد بالمعادلة السياسية الداخلية بيخافوا من اتفاق حول رئاسة الجمهورية اللي صار إلنا هلأ من وقت ما بلشت الحلقة لهلأ عم نحكي أنه مش موجودة بورقتنا وأنه ما نقشناها ونحن عم نقلك أنه هي ما نقشته أنا ما قلت ما نقشته أنه نسمع الورقة نعرف شيء عن الورقة أستاذ وليد سمعوا سمعوا لأستجام بالنسبة للورقة منقدر نحكي بعنوينها ومنقدر نحكي ببنودها بس بطبيعة الحال أنا مكلف والأستاذ ملحم رياشي مكلف يعني أن نذهب إلى تفاصيلها هذا مش مكلفين نحكي فيه لكن أنا رح بقلك شو بهمك تعرف من الورقة الورقة اللي بهمك تعرفه فيها لأنه إلا من الأول عم نحكي مش عم نلمس لأمور الجوهرية بموضوع الرئيسة نحنا لمسنا الموضوع الجوهرية وقت اللي منبحث ومنعمل مراجعة من اتفاق الطائف لليوم حول رئيسة الجمهورية وحول إذا بدك كل مراحل الرئيسات المتعاقبة إذا كانت تحترم برأينا نحنا منطوق الدستور إذا كان هذا التمثيل هذا الدور هذا الصلاحيات هو مؤمن لا طلعنا بنتيجة سلبية انطلاقا من هون عملنا قصمنا الرئيسي لقصمين قصم الأول هو الحضور فيها من هون رحنا على فكرة الرئيس القوي بأحدى إذا بدك المواصفات الأساسية وبالتنين رحنا على الصلاحيات يعني كمان هناك كلام كتير بالطائف حول الصلاحيات والرئيس حسين الحسيني بأكتر من مناسبة واللي هو أحد عربي الطائف حكي عن مرسيم تطبيقية لم تصدر من الطائف حتى اليوم حضرتك تعرف هالشي طلعا من هون في موضوع صلاحيات لازم يتحدد بس بذات الوقت قبل ما نروح أبعد من هايك في رئيسة لازم تحضر وتحضر وتحضر من خلال الشخص يلي لازم يكون عنده قدرة تمثيلية لازم يكون عنده بحد أدنى تمثيل وقدرة تمثيلية حتى يقدر هيدا مش قليل نقدر نتوصل لقلو بالإضافة إلى النقاشات الأخرى اللي هي سرية هاودي عظيمي بس تسمح لي بالإضافة بدي إضافة هذا كمان إطار نظري إن الاتفاق على العنوين العديدة أو على المواصفات فضل إستشار بخي بدي كف بخلنا على الورقة بخلنا على الورقة خارج الإطار بس إذا بتسمح من رئيس ميشيل سليمان من مكتبه بلغوني إنه الرئيس سليمان مش أي إلا أفهم على عون وجعجع أيل لستم مطلعا على الحوار بين عون وجعجع بس للفت النظر أحسن ما تمروا القصة لأنه حكوني من مكتبه وقالوا لي تقلكيها على هوايا وأنا للفت النظر يعني شفت من عبوكة بالليبانون فايل وشفت قبل ما أدخل على الحلقة كمان بالليبانون فايل وما في أي توضيح بالليبانون فايل لا لا أنا حكيني أستاذ بشارة خير الله من مكتب بالرئيس سليمان وحبت يعني طبعا أكيد أكيد أنه منحترم هذا التوضيح بس كمان وبيعتبره أكيد أنه صحيح وخصوصا أنه مكتب بشارة خير الله بس بتمنى كمان أنه ينبعد توضيح على الليبانون فايل لحتى يلي عم يقرأ هذا الموقع ما تلتبس الأمور أستاذ وليد بعد شغلي فإذا حقك تأيم اللي قلتلك إذا نظري أو عملي حقك ولكن أنا بأكد لك أنه ما تبع للقاء الدكتور جعجع مع العماد عون أكيد هذا هذا مش لل إذا بدك ما فينا يعني نحن مؤتمنين على هذه النقاشات لأنه هذا ما فينا نحكي فيه هذا يخضع ليه لكن اختصار هذا الحوار استاذ وليد ما علش بمسألة وحدة اسم رئيسة الجمهورية كمعزولة بشكل يعني معزول تماما عن كل السياق الآخر من أنول الانتخاب للإصلاح المالي والإدارة المطروح لمسألة الماء المتوازن لموضوع الحضور المسيحي بالإدارة للناس حين السوريين وهذا الملاف إلى النقاط الفليفية ما بدنا نبلش بمحال بلشنا عظيم بس عم نقول أنه نحن كمان بلشنا من 30 سنة بلشنا المقدمة أنه تقريبا 300 يوم بلا رئيس جمهورية بالتالي كمان المسيحيين بلدوا رئيس جمهورية لأنه هذا الأمر يتكذس يوما بعد يوم رح تخليني يقول لك وأنا يعني أنا هذا بدي أقوله أنه إيه نحن مش من 300 يوم بلا رئيس جمهورية برأي الشخصية وأنا بتحمل مسؤولية كلمة نحن من 24 سنة بلا رئيس جمهورية استشار شو رأيك بي اللي طرحوا وخصوصا من نسبة إلى رئاسة الجمهورية يعني مفهوم الرئيس القوي وطبعا كل ياللي نقال هل تعتبر أنه هذا بده يروح إلى التطبيق وإلى التنفيذ أم هو مجرد إذا بدنا نقول نظريات على الورق يمكن وقت لندخل في التفاصيل هون بتحضر الشياطين يا خي كله وارد نقاشات عم بتكون جدية جوهرية وعم تاخد بعين الاعتبار كل هذه المسائل اللي عم تطرح بقى بعتقد ب30 يوم عم نختصر 30 سنة يبدو لي أنه هناك نقاط جوهرية تم التوصل والبحث إلى هذا شي مش قليل أنه يحصل بين طيار الوطن الحر والقوات اللبنانية إنما كل الأبحاث وكل المواصفات آخر شي بدأت وصل لنقطة مفصلية انتخاب رئيس جمهوري صح لما بيوصلوا للانتخاب رئيس جمهوري مثل ما ساما وصلنا للتمديد لمجلس النواب مثل القانون الأرتوديكسي وغيره حددوا أنه بدهم رئيس قوي اليوم في فكرة ريسخة عند العماد عون أنه هو الرئيس القوي اللي لازم يوصل لرئيس الجمهورية أنا اعتقادي أنه هون ما رح يتفقوا القوات والعماد عون أنا بتمنى أنه يتفقوا بتمنى ولكن ما رح يتفقوا مشان هيك في كتب رح يضعوها سوا مع بعضهم القوات والتيار الوطني الحر وتشيل الضغيني والمحبة ولكن عند وصول المفصل الحقيقي لرئيس الجمهورية سيحصل خلاف لأنه لحد هلأ مبارح مثلا من أسبوع إذا منيخد عملية مزارع شبعة هل موقف الدكتور جعجع وموقف العماد عون متشابه لا متناقد صح هل موقف من السلاح عند حزب الله هو نظرة مشتركة لا هل النظرة في العلاقات العربية هي واحدة لا هل النظرة الداخلية هي واحدة لا فيه خلافات بالستراتيجية بالذوقية استراتيجية كلها قد ما يحاولوا يسعوا بليجين مشتركة يلي بقدرها كتير واللي سمعتم من أستاذ إبراهيم كنعان مهم جدا جدا النقاط أنه هادي فيها جرأة أدبية كبيرة أنه يصالوا لهالنقاط وهي النقاط لأول مرة يتم بحثها جديا وبتدل أنه فعلا تكونت عندنا أحزاب عندها برامج وعندها نقاط ها أول مرة بشعر أنه في عمل حزبي مش عمل فردي بيتعلق بالعماد عون والدكتور سامير جعجع فيه صار عمل بنية حزبية بنية حزبية قوية عند التيار الوطني الحر وبنية حزبية قوية عند الدكتور سامير جعجع ولكن كل المحاولات لخلق قوة لبنانية برد دكتور سامير جعجع وبالسجن بقت بالفشل كل المحاولات لإستبدال عماد عون طيلة إبعاده عن لبنان بيت بالفشل فإذا فيه شخصيتين العماد عون والدكتور سامير جعجع إنه 300 يوم بدون رأي جمهورية خليني أفترض بعد فيه 50 يوم 100 يوم رأيتي رأيي بصراحة لأستاذ إبراهيم ولأستاذ ملحم ولألة أنا برأيي وللمشاهدين للمشاهدين بشكرك لأنه لقدت لي نظاري للمشاهدين إنه عند الحقيقة دكتور سامير جعجع لن يؤيد العماد عون لرئيس الجمهورية كذلك العماد عون لن ينسحب من رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عظيم استاذ ملحم قبل ما تغادرنا لأنه نعرف يعني إنه عندك ارتباط ضروري بدي أسألك انطلاقة من يلي طرحه هل تؤيد أو هل توافق الاستاذ الشهر أيوبعة الخلاصة يلي وصل عليها إنه الدكتور سامير جعجع لن يؤيد وصول النائب العماد بشيل عون إلى رئيسة الجمهورية اثنين العماد عون لن ينسحب من معركة الثقس الجمهورية وبالتالي سنصل إلى الطريق المسدود أو إلى الجدار المسدود يلي حكينا عنه من أول حالة ومكففة حابي بالحيط لا مكففة حابي بالحيط أنا مع الحيط أنا ضد الحيط أنا ضد الحيط بشي لايك خلينا نأمن إنه فينا فينا نجاوز الحيط يا أستاذ إبراهيم أو قدت بيسند أهي طرح باعتقد باعتقد بعض مرة نعم إنه كلام السشار كلام واقعي ولكن غير مكتمل المواصفات لأنه منه مطلع وهيدا شيء مشروع وطبيعي على ما يحصل في الكواليس ما يحصل في الكواليس أنه إذا تم إزالة الأسباب سيتم الاتفاق على النتائج ولكن الأهم أنه بتأكيد من سمير جعجع ومن ميشيل عون ومثل ما حكي السشار أنه بالأخير الأحزاب صحيح لا تختصر بشخصيتين ولكن شخصيتين مميزتين بتاريخ لبنان هن بأساس الدور اللي عم بيلعبوه اليوم القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يجوز الاستفادة من إيجابيات هذا الدور لأنه بالأخير كل شيء له نهاية والأجيال اللي جاية من بعدنا ومن بعدهم ومن بعد كل العالم بدأ تبني مجتمع منصهر أكتر مثل ما أحكينا ولو عسابيل المزاح بداية الحلقة كيف العيلة مكونة من قوات ومن عونيين أحب أقول شغلي لو الملف مقتصر على رئاسة الجمهورية كنا كمان فئات أخرى حليف التيار الوطني الحر لهو المردي عم نحكي بس بالجانب المسيحي وممكن بالجوانع بالأخرى ممكن يكون شريك بالمفاوضات ونحن حزب الكتائب ممكن يكون شريك بالمفاوضات ولكن نحن عنا ملفات كتير كبيرة عم نزيلها وعم ننظفها بعد زرعة تعبير من الساحة بيناتنا وقد ما تتقلص مساحات اللاسقة قد ما يصير الموضوع قابل للحياة ولكن بأكد على نقطة على اللي يتفضل فيه أستاذ شارل أيوب إنه إذا ما تم الاتفاق على رئيس الجمهورية أو على رئاس الجمهورية هذا لا يعني أننا سنعود إلى الخلاف مرة جديدة سيكون هناك تنافس منطقي وحقيقي لن يتحول هذا التنافس إلى خصام ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إنه إمكانات الاتفاق معدومة معك بس سؤال استاذ ملحم بس هذا الأمر عم بيحول بالنتيجة الشغور أمر طبيعي يعني اليوم النائب والي جمبلات بيقول بتصريح صحافي أين الرئاسة اليوم اللافت في الأمر أن اللبناني لم يعد يشعر بوجود شغور فيها ويا للأسف من جذاء الخلافات الداخلية بين الأقطاب المسيحيين بدي أقول لك شغلي وهي دي من النقاط اللي مختلفين عليها أو على مقاربتها نحن والتيار الوطني الحر نحن عم نشارك بجلسات انتخاب الرئيس هن عندهم ما يسمى دروادو الأبستانسيون أو حق التعطيل بجلسة الرئاسي نحن منا معهم بهذا الرئي ولكن هيدا حقهم اللي عم بيمارسوه وهن حرين فيه وإذا برجع بقلك هيدا النقطة اللي كانت نقطة انطلاق الحوار بيناتنا مثل قلت بيت مري بين الدروس والمسيحيين بـ 860 أشعلت حرب قلت فراغ الرئاسة أشعلت حوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هيدا المقاربة ولكن بالقلب يعني عن عكس هيدك هيدا السبب المباشر السبب المباشر هو تعطيل انتخاب الرئيس لا أسباب هن بيعتبروها موجبة نحن منعتبر أسباب المشاركة هي موجبة طيب مدام بحثتوا بالمواصفات بحثتوا بالقلية الدستورية يعني هل يحق أنه الامتناء عن المشاركة في الانتخابات أو النزول إلى ساحة النجمة؟ عفوان ما آخر شي شو؟ قلت يعني هل يحق أنه قلت مدام أنه بحثتوا قضية المواصفات هل بحثتوا كمان قضية آلية انتخاب الرئيس؟ يعني هل يحق لنواب الامتناء عن نزول إلى ساحة النجمة؟ هيدا قلتلك فيها جدلية أنونية وهن عندهم رأيهم متماسكين فيه ولكن حين تزال الأسباب ويبحث في النتائج بتصير سهلة عملية مناقشة المشاركة في الجلسة وهيدا بصير شي سنوي أنا برأيي الاتفاق على مواصفات رئيس بالمرحلة الحالية والاتفاق على الجمهورية مثل ما قال الحكيم هو مؤدمة ضرورية وملزمة وأساسية للولوج إلى انتخاب رئيسي الجمهورية رئيس جهاز الأعلام والتواصل في القوات اللبنانية السزم الحمضي يش بدي تشكرك على هذا؟ أنا أذا بتسمحني بعد عندي كلمة قبل ما غادر بدي وجه تحية باسم القوات اللبنانية للشعب الأردني على تشبسه بالحرية تحية لكل المعتدلين في هذا الشرق ضد هذا التطرف المريض والتطرف الأعمى سواء كان يدفع سمنه مسلمون أو مسيحيون نحن إلى جانب الشعب الأردني في مأساته في هذا القتل الحقير والمريض للطيار مع هذا الكساسي قبل ما تودعنا بدي أسألك عن مقاربتك لما حصل في الأوتيفية الأسبوع الفائد كيف انزلتو لك بالقوات اللبنانية لهالموضوع؟ علاجنا الموضوع نحن والتيار الوطني الحر كان فيه كلام لنائب ستريدة جعجة عبر الام تي في وكان فيه تواصل بينه وبين النواب بالتيار وبين العماد عون وما تبقى من هيدا الأمور كمان برجع بقلك مش للأعلام تم بالاتصالات حكيوا اللي بدهم يحكوه وبتصور الأمور مشيت بالاتجاه الصحيح سيد مالحن بنا نرجع نتشكرك لوجودك وبحيي الرفاق اللي معك على المنبر استيشال أيوب واستيس إبراهيم كنا شو؟ استيس إبراهيم صار رفيقك استيس إبراهيم في عشرة عمر من أيام الله يرحمه دكتور ألبير مخيبر من حكيم لحكيم يلا بس كمان بعتذر أني ما هقدر تابع الحلقة معكم قال لك استيس إبراهيم من حكيم إلى الحكيم إلى الجنرال كمان أكيد ليش لا؟ أوكي منتشكرك على هاللقاء طبعا نحن لقاءنا مستمر معكم وإنما بعد فاصل إعلاني تاني لهذه الليلة على تويتر كمان طرحنا السؤال بأول أسبوع هو هل تعتقد أن حوار التيار الوطن الحرب والقوات اللبنانية سيحقق نتائج إيجابية؟ من الأجوبة يلي جاءت أنه أبو محمد السوري قال هذا الحوار هو نوع من خض الماي وهي ماي لدينا كمان جواب بأكد أنه لا فرح زراء مطر بيقول كمان أنه لا بمعنى بيقول سوء بالنسبة لسنة قاسمي بيقول أكيد لا لأنه يلي عم يحصل هو مجرد بروتوكول سياسي كامل صفا بيقول مجرد فكرة طلاقي اللبنانيين والمحاورة لبعضهم هو تنفيس للإحتقان وكس للجليد الذي بات ملحا على كل المكونات إدراك المخاطر بجدية عبدالله فرحات بيقول مدام سمير جعجع على رأس القوات اللبنانية لا تطور ولا تقدم على هذا الملف نيدالجيب بيقول كيف يعم علينا الخير وتغمرنا البركة وهذا وطن لا يحكمه الله إنما تحكمه الديكة كما يبدو هذا من الشاعر نزار قباني إبراهيم اسكندراني بيقول لا نتائج إيجابية بين التيار الوطن الحر والقوات اللبنانية في ظل ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار العوني بشير العمري من لم يصل إلى اتفاق لملء الفراغ الرئاسي بالتأكيد لن يصل إلى حلول أخرى في هذا الحوار أو في غيره ميشيل ليشع لا نتائج إيجابية في ظل هكذا حوار فموضوع السلاح لن يغضي الطرفين ولا تسأل عن موضوع الرئاسة تادي رشيد عواض عواض بيقول للحوار هدف واحد أو عواد يمكن للحوار هدف واحد هو إيصال ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية أما بقية المواضيع فهي للتعمية وليخداع القوات اللبنانية سرعان ما سينكرها عون قريبا سلمان سميحة غرد بعدة تويتات بيقول لماذا لا تاريخنا واحد مصيرنا واحد كيف لا تكون قضيتنا واحدة كيف لا يكون موقفنا واحدا أيضا سلمان سميحة بيقول شارك معنا في حملة وحدة الموقف المسيحي فوق كل اعتبار كما يبدو أنه اطلقت هذه الحملة في سبيل حض القيادتين قيادة القوات وقيادة أتيال وطن الحر على الدفع في اتجاه وحدة الموقف المسيحي كمان بيقول إذا في حدا عنده خيار تاني غير التوافق المسيحي يخبرنا لازم يعرفوا أنه ما فيهم غير أنه يتفقوا مستقبلنا بالدأ كمان سلمان سميحة بيقول سمحناهم على الخمسة وعشرين سنة يلي ضيعناهم من حياتنا بكفي هالأد ممنوع الغلط ممنوع الغلط ممنوع الغلط كرم قاعي بيقول الحوار المطلوب منه حق الاختلاف من دون خلاف ومع وحدة بنهائية الكيان والنظام والاتفاق على حقوق المسيحيين من دون متاجرة إلي فرحات الاختلاف السياسي من أسس الديمقراطية الإيجابية الأكيدة هي تحسين مظهر هذا الاختلاف أخيرا مناخدها تويتر لربال يلي بيقول فيه لا يوجد شيء في هذا الوطن إيجابي أبدا نحن نعيش في وطن القهر والظلم وشكرا استشال طبعا تبعت معنا هالتغريدات على تويتر شو رأيك بالجو العام يلي موجود على تويتر بالنسبة إلى موضوع التوافق العوني القواتي الجو يلي ظهر على تويتر هو جو سلبة لكن هيدا شي طبيعي لأنه ناتج من ظروف تاريخية عشنيها كلنا وديش كان مدى الخلاف قوي بين طيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وصار معارك بالدماء وبالسلاح وكل شيء مشان هيك يعني الجهد يلي عم يبزلو الأستاذ برايم كنعان والأستاذ ملح مرياشي برعاية العميد عوني ورعاية بكتور جعجع قد يفاجئ لبعض هذا الجهد بورقة فعلية يعني فيها مبادئ وفيها تنظيم للخلاف وما رأيت نقطة مهمة كتير أنه طبيعي يكون في خلاف ولكن تنظيم نظم بشكل إيجابي هذا شأن راقي يعني بيكون وعمل راقي جدا أكيد أنا واحد من يلي بشككوا بالوصول لنقاط نهائية وإيجابية إيجابية رح يكونوا إيجابيين بالتفاهم بين بعضهم على تنظيم الخلافات عظيم بس أنا عم بسمع كلام عم بقوله أستاذ برعا يمكن عانو ياريت بيوضحه أكتر أنه بشأن مواصفات الرئيس يعني هل راح القوات اللبنانية راح يجي تقدر توصل رئيس جمهورية قريب إلا يعني متل ما هي مفتكرة أم راح يجي رئيس جمهورية مش قريب إلا هيك فهمت فكرة يمكن هل بتصور هاي الإشكالية مطوحة فيني جاويب ولا منوع أنا بس أوضح لك يا هاي لا أنا وتحط لي هل القوات اللبنانية طب حتى ما نخسر وقت أنا 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 عن جد وتحط لي أنه هل القوات اللبنانية مستعدة لا هو مش هيك عم يساعد بلا هيك هيك إذا بدي يحاولوا بشكل تاني لا ما تحاولوا تركوا مثل ما هو أو أنه بدأ جاوب على السؤالان بس خلييني جاوب النائب العماد ميشيل عون واحد أو قضية الوصول إلى مدشح ثالث يضع عنه اثنان هل يمكن التوصل إلى هالحل التاني ليك بدي أقل لك شغلي أولا اللي طرحه الاستاذ شارل أيوب رح أرجع جاوب على سؤالك اللي طرحه الاستاذ شارل أيوب حول أنه القوات اللبنانية إذا رح تقدر تجيب رئيس جمهورية أو طيار الوطني الحري يعني بمعنى إذا بك تجيب رئيس جمهورية خلال نحكي عن القوات اللبنانية هو متبنى كل خطابة سياسية نحن بنعرف حتى لو حطينا جانبا هلأ للحصة المرشحين اللي هنه الجنرال عون والدكتور سمير جعجم شايك؟ خلينا نقول هل مطروح من المرشحين اللي هنه التالتين المطروحين اللي هلأ مطروحين إذا بدك أو مرشحين اللي عم تداول أسميهم هل هنه مرشحين نقدر نقول أنه خطابهم السياسي وأداءهم السياسي المرتقب هو نفسه أداء أو خطاب القوات اللبنانية هذا العصدته أنا هذا اللي عم بقوله أنا فإذا مسألة الخطاب التقارب بين التيار والقوات هذه استراتيجية اللي نحن انطلقنا منها بالحوار نحن إذا اتفقنا على مسلمة اسمها نحن بحاجة لرئيس قوي حتى نصحح المسار متل مسار الطائف من من التسعين لليوم متل ما اتفقنا على أمور تانية منعتبرها كانت خلال بالطائف إذا اتفقنا على هاي على مستوى الرئيسي كيف؟ شو خارطة الطريق لبلوغها؟ التقارب التقارب لا يعني التماهي في حدا على تويتر غرد بس ما حفظت الاسم بقول الخلاف السياسي هو من قصص الحياة الديمقراطية صح نحن بس بدي وضح شغلة لأنه هاي دي عم تروح معنا بدون انتباه لا شعوريا بالحلقة إنه وكأنه وقت اللي عم ينحكى عن حوار بين التيار والقوات إن كان حول رئيسة الجمهورية أو حول أي موضوع آخر إن كان موضوع الإقليمي أو موضوع السلاح أو موضوع إذا بدك الإصلاحات المطلوبة مش مطلوب التماهي لأنه حتى لو استبعدنا العميد بيشيل عون والدكتور سمير جعجع ما عندك مرشح جدي فعلي بيقدر يؤمن نظرة متكاملة وقال له كان وصل الدكتور جعجع على وحده بدون تحالف معنا إذا قادرين كل طرف يؤمن هذا المرشح نحن عم نقول الطائف أو الدستور يفرض رئيس بمواصفات معينة رينا وحللنا وعملنا مراجعة ووصلنا إنه إيه يجب أن يكون هناك إذا بدك لتصحيح هذا الخلل رئيس عنده حد أدنى من القوة في بيئته هاك وردت نحن هذا هذا الرئيس كيف نصل إليه إذا كان عم نعتبر أنتوا عم تعتبروا أنه مش ممكن يوصل للرئيس مثلا لناخد فرضية العميد عون إلى رئيس الجمهورية لو هاك بلشنا الحوار أستاذ أستاذ وليد علما أنه كل المواقف واضحة ما كان صارح يعني عشو بك تتحاور نحن الإمكانيات وقت لقلت أنا حطينا الثقوف جانبا حطينا عفوا الشروط جانبا والثقوف معناتها كل الإمكانيات متاحة ومفتوحة وهيدا هيدا هيدا أساسي بأي حوار بدك تقوم فيه بدك تكون رئيس يمثل بيئته فإذا فإذا مع فتح باب الإمكانيات اللي ما كان موجود بالماضي إلى الأقوياء أن يكونوا مثل ما طرح العميد عون وقت اللي قبل الحوار إيه اللي مننزل ومنتنافس مين بتحديدكم من الأقوياء ناين ناين فقط العميد عون والدكتور جعجا هذا الحوار مكمل لا نسبيا هناك عدة فيه أقطاب مشيك أربعة ولكن نسبيا عم نحكي إيه فيه أربعة ولكن نسبيا منعرف أنه فيه تفاوت بين قطب وآخر هيدا مش عنا بقولها هيدا الواقع أوكي يعني برأيكم أنه فيه أربعة يستجيبوا لهذا الشروط لا نحنا قلنا نظريا نعم فيه أربعة ولكن هناك تحالف قائم كان بين الدكتور جعجع وحزب الكتائم وقرار أربعة عشر قدار بترشيحه وفيه تحالف قائم ومعروف أنه النائب السليمي فرنشي يدعم ترشيح العميد عون من هالمنطلع ولكن هن اتنين كمان هود الأقوياء يعني هود الأتنين بس أنه بالنتيجة رجعته على المنطلع وقت اللي انطلقته مع البطير كراعي أنه وقت اللي قاعدوا الأربعة الأقوية ما هيك يا استيشة قاعدوا وقالوا أنه بيكون بيكون واحد منا يعني رجعنا بعد ثلاثمائة يوم تقريبا إلى نفس المنطلق محل منطلق ما استيز وليد استيز وليد أنت أخذتني بالحديث إلى مكان نظري وأنا رحت معك في لأنه صحيح أنه ما فيني أقول أنه بس فيه أربعة فيه اتنين هن أقوياء أنا قلت نسبيا في أربعة ولكن ثعليا إذا بدك الأقوياء اتنين يلي اليوم بمثلوا على الساحة يمكن أكتر شوي من غيرهم ويمكن بكرة يكون غيرهم يعني القويين تبه هيدا الطرح ما بدنا ناخده بخفة أنا أسمح لي معلاش أنا يعني هيدا أنا جاي اليوم تحتى اشرح شو عم نعمل تنحكي مستقبل بس لا هم تقلنا نحنا مش لقلك عم بقول منا نحنا اللي عم ناخده بخفة مش أنت وحدك نطلب من التنياد والقوات أنه ما ياخده بخفة نحنا إذا أخدينه ما باعتقد يا أستاذ وليد بنا نقعد اتنعشر جلسة ونحو ثلاثين يوم ويطلع إذا بدك يتغير الخطاب عن فرجيك اليوم نتائج عملية على الأرض أنه ما يتخذ بخفة بمعنى أنه عال ينتخب واحد من الأقوية إذا بتريد إذا بتريد هيدا ما بتصلى حكي ملحم رياشي قبل ما يمشي حكي عن تقارب سياسي يزيل الأسباب التي تمنع النتائج شو معناتها هاي؟ معناتها إذا صار مش تماهي أكيد بدي يضال في نقاط اختلاف لأنه سؤالك جوهرة استاذ شار وقتل بتقول أنه هل هناك مرشح آخر يؤمن كل الخطاب السياسي للقوات البنانية أو كل الخطاب السياسي للتيالوطن الحر لا ما فيه انطلاقا من هون فإذا النتيجة زيتها يعني ما رح تروح على شيء أفضل لذلك ما هي مميزات القوي القوي إذا حقق التقارب السياسي بين الحزبين بيقدر بيقدر يلتزم بيقدر إذا التزم يوفي لأنه وقت اللي عم تجيب رئيس من دون إمكانية الالتزام والإفاق وكأنك عم تتفق مع الهوى نيح اليوم لبنان بحاجة إلى نوع آخر مفروض نفتح صفحة جديدة بالتعاطي فيما بيننا نحنا وشركائنا المسلمين نحنا بحاجة إلى وضع دستوري ومثاقي وسياسي بمؤسساتنا مختلف كيف يعني يعني أن يكتمل عقد الشراكة هيدا العقد الشراكة منقوس من الطائف لليوم بتقلي مش ممكن يقبل وهيدا الحوار مش ممكن يقدر كل إمكانيات الفشل هن بيابله بس عم بيقول والي جملات أنتو بتفقل يوم طيب عال النائب والي جملات أيضا عم بيقول عم بيقول إنه مشكلة بالزعمات المسيحية كمان هون أنا بخيل في الرأي إذا بتسمح لي لأنه المشكل مش بس بالزعمات المسيحية المشكل أيضا عندما نتمسك عم بحكي عن بكل احترام للنائب والي جملات أو لغيره عندما نتمسك مثلا بقوانين انتخابية من سنة 1991 لليوم لا تؤمن التمثيل المسيحي الصحيح ونفرضها على المسيحيين وبذات الوقت نتمسك مش عم بحكي بس عن ولي جملات عم بحكي عن كل الأطراف السيسية وعندما نتمسك بترشيح من نرشح يعني عم بحكي عنهم وما عنده إذا بدك هذه القوة في بيئته ما عنده هذا التمثيل يعني خيار مش خيار مسيحي أو مش مشارك في المسيحي كمان بكون أنا عبساهم بشكل أساسي بعدم اكتمال عقد الجمهورية وبعدم إذا بدك انتخاب رئيس اليوم حتى بالموقع لبنان 24 عبيرج عبقول أنه لن أتخلى لا من قريب ولا من بعيد وأيا كانت الظروف عن ترشيح النائب لأنه بيعتبروا أنه وسطي نحن مراهن دايما مع النائب والي جملات على حكمته على مراجعته دايما لما وقفه يعني عنده عطول هذه مفخخة مراجعته دايما أنت اليوم تجاهي كتير إيجابي بقى أنا كل شي بيقوله يا مفخخ يا نظري بقى أنا بشكرك بس أنا عبقلك أنه عنده مراجعة عداء من النائب والي جملات هذا ما هو بيقوله نيح أنا بيعتقد لا أنا دعوي صادقة للنائب والي جملات طبعا بموقعه وبتمثيله وبكل الاحترام لقيله دعوي صادقة حقيقة خلينا نعمل مراجعة صادقة هل لبنان بيقدر يكمل من دون شراكة فعلية بين كل مكوناته بيننا كلنا هل حقيقة نحن عم نطبق الدستور هل حقيقة عقد الشراكة يلي نحن يلي ارتضوه نحن مثل ما قال استشار بديك كنا خارجه منيح واليوم رجعنا وعم نمارس حقنا إذا بدك بالسلطة والسعي يمكن إلى بعض التطوير ولكن هل يجوز أنه يضل ورقة ما بنطلب مننا بكل ست سنين أو كل أربع سنين ما بنطلب مننا إلا بس تقميل نصاب لما هو غير ديمقراطي لما هو لا يمثل لما هو إذا بدك يلعن هذه الشراكة ويلعن هذا الدستور ويلعن هذه المساقية هل أنتم موافقين معكم على قضية أنه عدم وجود شراكة؟ بطبيعة الحال أنا ما بدي أحكي بغياب الاستثمار الحمد بس ما عندهم هذا بخطابه بس هذه المراجعة يا خيه هذا السؤال يسأل يا ريتك سألته إياه قبل ما يمشي هلأ تطرح لكن أنا انتباعي أنا انتباعي من خلال المداولات يلي حاصلة نعم بالمراجعة اللي صارت أكتر من مرة القوات اللبنانية ويعز الخلاف نحن وياهون كانوا يعتبروا أنه يعني لم يعطوا حقهم بالطائف وانت بتعرف دكتور جعجة انسجن كيف انسجن 11 سنة دخلك؟ مش بمرحلة الطائف؟ انسجن مع هالطائف بس هذه لا تتعلق بالشراكة هي تعلق بموقف استاتيجي ضد سوريا وتغير الوضع هذا غير وضع لحظة يا أستاذ وليد لا مش غير وضع لأنه شارك بهذه المرحلة كل مكونات العائلة السياسية بس كان لأنه في خصومة مع سوريا وصوريا أخذ التمن أنه مش شركة بحرب العيضة أنا سؤال تاني حتى بعد ما خرجت سوريا ومن 2005 لليوم هل تعتبر أنه القوات لبنانية يعني راضيين بالقوانين الانتخابية اللي نحن فيها راضيين بالتمثيل المسيحي اللي موجودة اليوم بالنظام لحظة شوية قبل بدي وقفك هون معلاش يا أستاذ وليد بترجيك أنه أول شي حقك تقول أنه ما نكون قدرين تتفه بس أنا اللي بقدر إليك وأنا جاي وإنت مستضيفني نعم اتفقنا على نقاط مشتركة لحد هلأ أنا اللي شفته كمرائب لحد هلأ اتفقته على شي لحد هلأ هلأ عندك ورقة أوكي أنا بيحترمه شو ورقة ما عم بقول لا أو تفاهم أو إعلان المضمون اللي عم بيحكيك عنه مضمون جد بعكس ما كل حدا بيتصور المضمون اللي عم بيقلك عنه يؤسس إذا النواية كملت بالشكل وأنا مؤمن أنه طبعا مش بس النواية المصالح اليوم تدفع باتجاه أن يكون هناك تفاهم بين الطرفين لكن أنا مش عم بفرط بالتفاهم أنا عم بقول واقع الأمور وأنا بعرف تمام المعرفة أنه يلي وصلنا له لليوم أكيد يؤسس إلى مرحلة تاني من التفاوض جاية يلي هي مرحلة عملنة هذه النواية يلي اليوم نحن عم نتفق عليها هل أنت مرتاح إلى هذا الأمر؟ يعني بتعتبر أنه المسار إيجابي؟ مرتاح أنه إيجابي بس واحد بالدنيا أكتر يتأكد من الإيجابية حقه يعني في ظل النقاش الحاصل مباشرة بين أستاذ براهيم كنعان وأستاذ ملح مرياشي نعم إذا كان مطلوب رئيس قوي يمثل طايفته وعنده حيسيات بهالطايفة وإلو وجود وطني وإذا فهمنا من خلال تصريحات العميد عون وغيرها أنه هو المرشح الأنسب لهذا الوضع هل ناقشتم ما هو السمن الذي سيقدمه العميد عون للقوات اللبنانية تأيده لرئاسة الجمهورية؟ يعني أنت عم تناقش أستاذ ملح مرياشي في سمن معين شو الضماني مبينتكم؟ أولا خليني أحكي أنه سمح لي صحيح بس نقطة أساسية أنه مش عم نبحث بأسمين يعني أنا فهمت سؤالك سؤالك أنه إذا بده يؤيد تنقول الدكتور جعجع العميد عون نحن هايدي مرحلة مرحلة أساسية بالتفاوض مش على خلفية يعني إذا بدك مين بده يؤيد مين بس هايدي مرحلة طبيعة الحال يمكن نحكى فيها بالكواليس بس مش بأتمان نحكى بالإمكانيات مثل ما قلت وبالمواصفات البفتاح الأساسي للوصول إلى اتفاق بهذا الموضوع هو تحقيق تقارب اللي صار إلي ساعة بجرب قوله أنه هذا التقارب مش مرتبط فقط بالرئيسة أنتوا اليوم ما قدرنا نناقش بهذا الحلقة إلا إذا بيقبل العميد عون بسامير جعجع أو سامير جعجع بيقبل بالعميد عون وهون ضغري الاتفاق مش ممكن ومنطلع على تويتر أنا اللي عم بقلكون خارطة الطريق للوصول إلى هذا الرئيس اللي أنتوا معتبرينها خيالية أنه مش ممكن مستحيل بحكم الوضع اللي ما رأنا فيه بالماضي أنا عم بقلكون الظروف مغيرة المصالح حتى الإقليمية والدولية والمحلية بخلط أوراق كتير كبير ثلاثة نحنا في خارطة الطريق المفتاح الأساسي هو تحقيق تقارب معين أول شي بالخطاب تانيا ترجمة عملية بعملية كيف بنشوف العلاقة مع بعضنا هل بدأ تكون علاقة تحالفية هل بدأ تكون علاقة فقط إذا بدك تنظيم خلاف مثل ما كنا عم نحكي من شوية هل بدأ تكون أكتر من هيك هل بدنا نحكي كل هالأمور مطروحة حضرتك لازم تجاوبنا أنا ما بقدر جاوبنا علي يعني مثلا إذا كان الدكتور جعجع بيقول ضد تدخل حزب الله في سوريا والعماد عون عم بقيد هالشي بقيد دخول حزب الله في سوريا حددك اللي بدك تشرح اللي عم تتفاوض مع القوات اللبنانية لوين وصلتوا بهالنقطة هذا إذا أمين عام حزب الله سيد حسن صلى الله بقول سقطت قواعد الاشتباك نعم وهني راحين على وحدة الجبهة من الجولين إلى النقورة الدكتور جعجع ضده وأعلن أنه هو هذا يعرض لبنان لمزلقات خطيرة جدا نعم العماد عون مش ضده طيب هالنقاط وضح لنا إياها خلينا نعرفها حضرتك أنا عم قول تالي أنا شخصيا بلاقي أنه تحرك حزب الله في سوريا حمي لبنان من تكفيريين وغيرهم غيري بالقوات وغيرهم ضد هذا الرأي صح في حلفة للدكتور سمير جعجع هني 14 أزار هل هو رح يطلع منهم هل العماد عون رح يطلع من ورد تفاهم مع حزب الله عم نتروحين هاو رح أقل لك يعني عم نتروحين في النقاط الأزيسية عظيم دكتور سمير جعجع مع إسقاط الرئيس بشار الأسد ونظامه ومتهمه أنه هذا النظام لازم يفل العماد عون حليف لنظام الرئيس بشار الأسد عم تطرح إش يا بدي يعني بس تخلص بجاوبك خلص إذا بدك أنا بهمني يعني تقولوا لنا فيتا تتوضوا على النقاط يا أستاذ شارل أكيد هذه الأمور لأنه أنا ما عليش بدي أضعك مرة أخيرة بدي أقل لك تالي الوزير وليد جمبلات والرئيس بري والرئيس سعد الحريري ما بدوا يكون تتفاهمه وما بدوا الرئيس ماروني قوي بس وليد بده مين وليد الوزير وليد عبود بده فكشات وليد جمبلات وليد عبود أخي ما قال لك شو ولو ما أنه وليد عبود بتصور أغلب المسيحيين بدهم رئيس قوي وأغلب اللبنانيين يمكن كمان بدهم رئيس قوي طواقف الثلاثة بس عم بقلك زعماء الطواقف ما بدهم مسيحة قوي ما بدهم رئيس ماروني قوي مش هيدا والمسيحيين القويين قدرين يجاوزوا هذا الأمر هون السؤال أنا ما بدي أنا بقول كفوا أنا بس بدك طب كفوا أنا نتفي يا خي ليش عطوس هون طرحت كلمة الأسمان ما عم نحكي بأسمان أنا بدي أقول ضمانات أو تفكير مشترك أو غيره صح ماذا سيكون موقف العماد عون إذا قاله الدكتور سمير جعجع أنا بأيدك مقابلة ما هي الضماني من العماد عون للدكتور سمير جعجع سياسيا وفعليا وكما بدي معين أنا طرحت نقاط خلاف وفي نقاط خلاف أخرى كتيري صح طيب فيعني لأنه لأنه يمكن القصة أنه المشتركات يلي عم تتفقوا عليها تتعلق بالقضايا المسيحية هادي ولا مرة كنتم مختلفين حول الهدفية فيها بتختلفوا حول الوسائل مثل قضية أنو الانتخاب تنينكم بدكم أنو أنو صحيح وعادل ويمثل كمان تمثيل مسيحيين بالإدارة إشاء إدارية وإشاء سياسية هادي كل عمركم نحن بيقول لذويه أستاتيجي أنتم مختلفين وقت البدكم ربنا طيب نحن السبق وسأل استيس شارل سؤال جوهري وقت لقيل طيب هل في مرشح لرئيس الجمهور فكرة كأني عم بقلك شو عم بيفكروا بالقوة البنانية شو نحن عم نفكر هل في إمكانية لإيصال رئيس جمهورية فيه تماهي كامل بالرؤية استراتيجية لا بالوضع الإقليمي عم بقلك أنا إذا بديقعد محل قوة البنانية وفكر إنه إيه إذا بيصر لي حدا هيك ما بفكر ساعتها أعمل إذا بدك تفاوض أو فتش عن نقاط مشتركة وقتل منقول نقاط مشتركة يعني فيه نقاط خلاف أوكي القوة يمكن ما تقدر تجيب اللي بدأ إياه هي بس القوة بتعرف تماما إنه بفترة من الفترات عم يدعون حوال يلغيه عسكريا بتخاف منه عنده خطر هاي دي كلها خضع فيه أبطى يعني هاي دي خضع هاي دي خضعت أولا لعام الوقت طويل عريض ما في دولة ما في مجتمع بالعالم استيس شارل هاي جنوب أفريقيا عاملوا مصارحة مصالحة هاي دي نحنا ليش بدنا نكون كمسيحيين دايما عايشين بالماضي قلنا نحنا وضعناها بإعلاننا هاي دي وحدة من الأمور اللي عم بيحكيها الليلة إنه إيه نحنا بدنا نتذكر الماضي اللي ما رأنا فيه أنت قلت إنه حوالنا حوالنا نلغيه أنا عندي رأي آخر يعني نحنا كطيار مقاربتنا مختلفة من هيك بمؤدمة الإعلان حطينا هاي المقاربات كلها سوا ولكن اختلافنا على التاريخ واختلافنا على التوصيف اللي نحنا مثلا منعتبر إنه لا ما حوالنا نلغيه هاي دا الاختلاف ما رح يؤدي إلى يعني تسكير باب أو أفق مسدود بالنسبة للمستقبل هاي دا الماضي راجعنا شفنا منه وين منلتقى بس للك نلتقينا على نقطة بالماضي إنه نتيجة كانت بالآخر سلبية النتيجة بمعنى ماذا حصل فيما بعد نعم كانت نتيجة نتيجة سلبية العام نقوله قبل ما نحدد المسئوليات وإذا حددنا المسئوليات هلأ بما يخص المستقبل إيه فإذن إذا كان المطلوب مثل ما بينحكى عطول بيقوله خليت تفقوا المسيحيين حضرتك ذكرت من شوية إنه الرئيس حضرتك قلت إنه لا مع حفظ الألقاب سعد الحريري وليد جملات سميت كمان رئيس بري طيب إنه ما بدون إينا نتفق أنا كشخص مسئول حضرتك إليك حق صحافي أنا كشخص مسئول المواقف المعلنة واللي غير معلنة يلي عم تنقلنا لقلنا كان بحوارنا مع المستقبل وحتى بمواقف صدرت عن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وحتى النقب وليد جملات اللي هلأ كان الأستاذ وريد عم يقرأ مواقف بس أنا ما بصدق أنت حقك أنا هيدا الموضوع أنا بهمه نجيبه رئيس ماروني ضعيف أنا مع هيدا سيستون رئيس ماروني ضعيف أنا مع ما كان يعتبر حاله الرئيس الحود أوي كان أوي مع السوريين يعني بالقوة السورية أوي استرشال مضبوط هيدا حقك التقييم أنت عم تقييم وعم تعطي رأيك فيه أنا كاري شخص مسئول ومولج بمفاوضات مش جايه هلأ بدي أقول شغلي أنه المواقف المعلنة إن كان بقناة قنوات الاتصال أو علنا بتقول خليوا تفقوا رئيس سعد الحريري قال ما عندي مانع يوصل بعض بيقولوا أنه عارفين أنه ما راح تتفقوا طبعا خلينا نفاجئ ما هيك استيش فإذن خلينا نفاجئ الناس اليوم ما حدا كان متصور يا أستاذ وليد أنه هذا الحوار أولا بصير أنت بتعرف أنه الحوار انعرض من سنة وكان في رفض كامل بوقتها أنه نلتقي اليوم ما حدا كان متصور أنه نوصل لمواصفات لرئيسة الجمهورية بهذا الشكل من دون شروط ثلاثة اللي أنا ماني قادر أحكي فيه مش لأنه ما بدي خبرك مش لأنه أنا اليوم يعني عبغطي من خلال السرية عدم الوصول إلى اتفاقات لا صدقني وأنا بعتقد عندي حد أدنى من المصدقية باللي بقوله وإلا ماني مضطر قوله اللي بدي أقول لك يه أنه لا نحن بمسار جدي اللي عم ينحك لترجمة هذه إذا بدك هذه العنوين وهذه الأمور اللي حددناها بشكل عام كنقات مشتركة منه قليل ما اكتمل ما وصلنا بعد إلى النهايات المطلوبة ولكن هذا هو المسار المطلوب خلينا أردع لك أربع سؤالي الضمانات اللي عم يحكي عننا واضحة واضحة صادق بس في الضمانات اللي عم يحكي عننا هذه الضمانات اللي عم يحكي عننا الأستاذ شارد في اليوم الضمانة الأساسية هي ضمان استمرارية هذا الحضور المسيحي بالمستقبل إذا اليوم ما كسرت هذه الحلقة المفرغة يلي فيها مصلحة للتيار وللقوات وللكتائب وللمردة ولكل حزب فاعل مسيحي على الصحة اللبنانية إذا ما كسرت هذه الحلقة المفرغة اللي عم ندور فيها من 24 سنة التي تمنع مش بس على مستوى الرئيسي حتى على مستوى أي حضور مسيحي ما رح تقدر تكسرها بالمستقبل في مصلحة لكل حدا يرى أنه في خلل أن يحصل اتفاق وأن يكون هذا الاتفاق جريء وأن يكون هذا الاتفاق في ضمانات معينة أكيد رح تمبحث بوك حتى لو لكل واحد منكم مشروع سياسي لا يمكن أن يلتقي مع مشروع الآخر نحن عم نقود بفاوضات في يقنيقات مشتركة يعني فيه إمكانية لالتقاء بس بالقضاياة استراتيجية لا عم نلتقي على الأهداف بالقضاياة استراتيجية طب سؤال تاني لأ لك ألا يوحي الحوار العوني للقواتي أنه فوز عون بالضئاسي أو وصوله إلى دئاسي يمضل حتما بموافقة القوات اللبنانية القوات اللبنانية هن عنصر أساسي بها المعادلة ولكن اليوم بتعرف أنه في عندك تنوع على الساحة السياسية ولكن أكيد التوافق المسيحي أنا بلاقيه أنه أساسي بس البعض بيقوله هون أنه بالنتيجة من خلال هذا الحوار كرس التيار كرس القوات اللبنانية وكأنه هي البندية أنا برأيي بلا هوا أسئلة عم ينطرحهم أنا بدي جيل بس أنا معك هوا أسئلة عم ينطرحهم بس أنا بدي جيل وكأنه الاتفاق بين معذاب وذابي هون يختزل الوضع السياسي المسيحي إطلاقا هيدا أهم سؤال سألته وعلى الشيء إذا بتعطيني دقيقة بهيدا السؤال اللي أنا بيقولك لا نختزل أحد أصلا ما حدا فيه إذا بدك يكرس التاني إنه نحن بنكرس القوات والقوات بكرسونا ونحن والقوات بنلغي الكتاب والمرض إطلاقا مش ما تروحها هيك ولا فيها تكون هيك كل حدا مننا موجود بفعل أعدته وبفعل ناسه وبفعل جمهوره ما حدا في يلغي حدا بالمرضة عند مؤيدينكم أو حلفائكم بثماني أدار وكمان المراضة عند حلفاء القوات اللبنانية بأربع طعش أدار شعروا هنه وكأنه خرجوا من اللعبة برأيي الشخصي وهيدا هون أنا عم بحكي أنا إبراهيم كنعان أنا برأيي ببق في ثماني أدار أساسا ما في ثماني أدار من بعد كل هالمراحل قطعناها وما في شيء اسمه أربع طعش أدار نحن أمام ما في شيء اسمه أربع طعش أدار ما كنتم أربع طعش أدار رحت على التاريخ التاريخ أكيد في أربع طعش أدار والتاريخ أكيد في ثماني هلأ معت فيه أنا عم بقول اليوم هلأ معت فيه إيه أكيد نحن عم نحكي بتنوع سياسي عم نحكي بي اليوم في عندك تحالفات وفي خرق كتير كبير حاصل بأكتر من مستوى من ثلاث أربع سنين لأ هلأ اللي بدي أقوله لا ما نختزل غيرنا بالعكس نحن عم نشتغل على مسألة أساسية مبدئية سياسية يمكن هؤلوا الحزبان اللي كان فيه أكبر كمية خلاف بينتهم اليوم على الأقل خلقوا دينامية جديدة بالتعاطي فيما بينهم هذا الأمر سينعكس إيجابا على علاق مين قال نحن والكتائب ما تحوارنا ومننا عم نحكي مين قال أنه قناة الاتصال مقطوعة مع أي حدا خاصة المردة مين قال أنه القوات والكتائب ما في حكي بينتهم صح في بعض الأحيان اختلاف صح في بعض الأحيان تميز صح في بعض الأحيان يمكن تموحات تتضارب بس نحن مضطرين نمرؤ من هون هؤلاء الحزبان اليوم اللي بمسلوا شريحة كبيرة من المسيحيين لازم يبلشوا بهذه المراجعة وهذا اللي نحن بلشنا فيه مادم هك ليه بعد ملتقى الدكتور سامي جعجع والنائب العماد ميشان لكل اللي قلتوا انتوا هون بعطيكم الحق لكل اللي قلتوا أولا لما يكون مثل ما حضرتك ريتلي بكل المقالات اللي قريطا حتى ما يكون هذا اللقاء شكلي حتى ما يكون هذا اللقاء عام حتى ما يكون هذا اللقاء فقط من أجل نواية ما بتترجم حتى ما يكون مرأنا بمرحلة تفاوض تاني بهالمرحلة اللي بده يكون فيها ترجمة عملية بكثير من النقاط حتى ما يكون محبط للمسيحيين وللبنانيين بمعنى أنه يلتقوا ونرجع بعد منها إلى نقطة السفر بس البعض بيقولوا أنه ما عام يلتقوا للسبب الجوهر التالي لأنه نائب العماد ميشيل عون ينتظر من هذا اللقاء أنه إذا إجل عنده الدكتور سامير جعجع لحتى يأيده لرئاسة الجمهورية في حين أنه الدكتور جعجع هذه الزيارة بدوا إياها لحتى للاتفاق مع نائب العماد ميشيل عون على شخصية تالتي إلى رئاسة الجمهورية بتوافق على هذا التوصيب لا ما بوافق لأنه بعدك بعدنا مش أنت بعدنا من أول الحلقة عم نحكي بشغلة وحدة بتأسف أنه ما قدرنا نفوت بأي موضوع تاني بعدنا عم نقول أنه قصة الرئاسة وتقنية الرئاسة وقليلة الرئاسة أنا عم بقول لك وهذا حر أنت حضرتك تصدق أو لا أنا عم بقول لك الموضوع أكبر وأشمل من هيك الرئاسة هي نتيجة لمصار ولتفاهم ومش هي إذا بدك بكتبلش فيها هي نتيجة أنا معك بس برأيك في نتيجة لها النتيجة بس بدي أقول لك شغلة بس شغلة لأنه حضرتك جزمت وقلت بل إذن استشارة حضرتك جزمت وقلت أنه الدكتور جعجع جايت يدفق على شخص تالت هو أعلن غير هاتف قلت البعض بقوله أه عفوا أنا عم بأنا كان عم بكت البعض هو قيل غير هاتف وهو بلش حواره معنا غير هاتف ونحنا كمان مش رايحين نقول له للدكتور جعجع ما بتجي وما منلتقي إلا ما تجي تأيدنا نحنا ارتضينا مسار هذا المسار المصارح ما حد عم بيقول التاني هذا البعض يا خي بس يمكن اتنين عم بيتجنبوا أحسن ما توصلوا إلى اللحظة الصعبة بتحليل النواية أنا جوابتك إذا عم تسألني كم اطلع وعلى قد ما بعرف على قد ما بعرف بقل لك أنه لأ نحنا تجوزنا مراحل كتير بهذا الحوار وصلنا لمحل أنه إيه فيه هناك ضرورة لترجمة عملية لعدد من البنود عم نشتغل بدون ضجة وبدون إعلام حول هذه النقاط الجوهرية هاي دي اللي قال الملح مرياشي واللي أنا بقول لك هلأ هاي دي ما فينا نحكي فيها لأنه ما لنا مخولين نحكي فيها قبل ما ننجزها سيد شاد بس أنا عندي وجهة نظر تالية يعني من سنة الالفين وثلاثة لما أزيل نظام الرئيس صدام حسين الرئيس الراحل تم على أسرة تهجير أربع مليون مسيحي منهم مليونين سريين هني من أساس والأشوريين من أساس كوين مسيحية خشة مظهو والأحداث اللي تتالت قدت إلى تهجير المسيحيين من مناطق كثيرة أنا بعتد أنه في جو خوف على الوضع المسيحي عند العماد عون وعند الدكتور سامير جعجع وهالخوف اتنينيتهم على الوضع المسيحي قربهم من بعضهم تقارب موضوعي تقارب موضوعي لأنه في خطر حقيقي عم بيشوفوا على وجود المسيحي عم بيشوفوا داعش جبهة النصرة عم بيشوفوا شو صار بالمسيحيين بالعراق بسوريا حتى بفلسطين صاروا واحد بالمية وشافوا هجلة مسيحيين كتير من لبنان في خوف حقيقي عندهم بتشاركهم فيها الرهبانيات بتشاركهم فيها الفاتيكان بتشاركهم كتير فيها لبنان مثل ما هو ماشي من الحروب اللي صارت على أرضه لحد هلأ ماشي نحو التقصيم قوة القوات اللبنانية المسيحية وقوة الطيار الوطني الحر المسيحية إذا جمعوا مع بعضهم بشكله أكبر قوة مسيحية يعني على الإطلاق وبالتالي نحن رايحين نحو لا مركزية سياسية موسعة موسعة بشكل أنه المناطق المسيحية والمناطق يعني إذا أخذنا المناطق الشيعية رح يكون عندها حضورة وثقافتها بشكل جنوب والبقاء جنوب والبقاء إذا أخذنا المناطق السنية كمان رح يكون عندها ثقافتها وأتجاهها المناطق الدرزية كزاني نشوف لحاص بيا كمان عندهم لرشية له الجو ففي المناطق المسيحية يلي هي من الأرز بتوصل لجزين ما أخذ بعين الاعتبار الوضع الدرزي في شعور فعلي عند المسيحيين بالخوف وشعر فيه العماد عون وشعر فيه الدكتور سامير جعجا إذا ما وصل العماد عون لرئيسة الجمهورية هالمرة وكان مدعوم من القوات اللبنانية لن يكون هناك رئيس ماروني جدي للبنان ما رح يقدر يجي رئيس ماروني ويأمن استقرار بالكيان اللبناني نحن عشو عم نفتش اليوم نحن بدنا نربح وقت في الأزمة السورية يمكن تمتد سنتين وثلاثة وأربعة الداعش هن الأمريكان عم بقولوا حربنا معها سنوات وسنوات وبالتالي نحن بدنا نربح وقت بدنا استقرار داخلي العماد عون قادر على تأمين استقرار الداخلي فيجب أن يصل إلى رئيسة الجمهورية وأنا برجع مرة تاني بقول له يا ريت حضرة العماد ما تكون ترشيحك مناورة تنسحب تحت أي غطاء أو أي سبب تقول أنا انسحبت لأنه بتكون مصدقيتك راحت حلو يعني استمرار بالمعركة حتى النهية ليكفي للنهية أكيد وأنا بشجع على تأييد العماد عون لأنه إذا ما وصل العماد عون لن يكون هناك رئيس ماروني فعلي في لبنان ستنتهي ينتهي الواقع هلأ تحلف القوات وتحلف طيار الوطني الحر بيعطي ضماني للمسيحيين في الدولة المركزية السيسية الموسعة لأنه هذا هو الوضع فعليا حاليا الشرق كله سوا عم يتخصى على كل حال مدام فتحت إذا بدنا نقول فتحت البحث والحوار حول مواضيع الشرق يعني الأمر الذي يفرض أنه نعالج قضايا الأمن الأمنية المتعلقة باللبنان رح نحكي هذا يكون آخر ملف لهذه الليلة وإنما بعد فاصل إعلاني أخيرا الحدود اللبنانية السورية من النقورة إلى النهر الكبير متفلتة منذ عقود والمساعي الحفيثة لضبطها لم تنجح في زمن السلم فكيف سيتم الأمر في زمن الحرب والإرهاب وراء الحدود الجنوبية من النقورة إلى بنت جبيل يربض العدو الإسرائيلي ووراء هذا الخط الطويل من الحدود تشتعل نيران الأزمة السورية في الداخل السوري والخطر كبير من انتقال الحريق إلى لبنان الذي طلطه أصلا بعض الشرارات وقد أطفأها الجيش بدماء شهدائه خضعت المناطق السورية الحدودية مع لبنان لعمليات كر وفر ومعارك طاحنة حتى انتهت الصورة إلى ما هي عليه الآن من الوزاني جنوبا مرورا بشبعة إلى دير العشائر منطقة الزبداني من دير العشائر إلى الطفايل القسم الثالث المواجه لعرسال حتى القصر القلمون والقسم الأخير يلف لبنان حتى البحر المتوسط شمالا في القسم الأول ثم تسيطرة شبه تامة لقوات النظام السوري رغم وجود مناطق صغيرة في قبضة المعارضين لكن الجنوب السوري وتحديدا في درعا لا يزال تحت سيطرة المعارضين بشكل كبير وهنا في القنيطرة تمت العملية ضد حزب الله وهنا في مزارع شبعة رد حزب الله على العملية الأسرائيلية في منطقة الزبداني ثم توجود كثيف لجبهة النصرة التي تضعف يوما بعد يوم أمام نفوز تنظيم الدولة الإسلامية في القلمون السورية أيضا تنتشر جبهة النصرة وجبهة ثوار سوريا المصنفة معتدلة والتي تقاتل ضمن إطار الجيش السوري الحر وفي هذه المنطقة المواجهة لجرود عرسال ينتشر بشكل ملحوظ تنظيم الدولة الإسلامية وهنا تتمدد المجموعات السورية إلى الداخل اللبناني حيث حصلت حوادث عرسال الشهيرة والخرقات المتكررة فضلا عن المسلحين الإرهابيين المتحصنين في الجرد أما المنطقة المتبقية فهي بالكامل تحت سيطرة النظام السوري حزب الله يقاتل هذه المجموعات في الداخل السوري وهي بدورها تريد خرق الحدود لتتحصن داخل لبنان الذي تحول أرض جهاد قبل ما أخذ اتصال هاتفي من النائب السابق لياس عطالة بدي شير إلى أنه هالرابورتاج يلي شفناه هو بعنوان لبنان وحدوده المتفلتة هو من أعداد الزميل ميشيل أبو راشد وتقديم الزميل يرسل لذكاش يلي انضمت لألنا بتقديم هالرابورتاجات فيما يتعلق ببرنامج بموضوعية هلأ اتصال لك كان من النائب السابق الأستاذ لياس عطالة مساء خير أستاذ لياس بستيق بالخير أستاذ وليد مساء نور بستيق بالخير أستاذ شارل مساء الخير ومستيق بالخير أستاذ إبراهيم مساء الخير تفضل يعني أحبت في أنه هذا حوار عم جد كان ممتع ولكن عندي انطباع شوي مفاجئ أنه هذا الحوار حول موضوع الرئيس القوي يحتمل ذكاء استثنائي ضمن بين طرفين لأن القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر أنهما أصبحا المرشحان الأرعفان في الساحة المسيحية والوطنية والسؤال كيف كيف هذه أستاذ لياس يعني السؤال الزكي للأستاذ شارل أيوب هل لدى طيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية أي مواطن غير مسيحي داخل هذين المكونين طبعا لا هذا واضح ونحن نبحث بموضوع الرئيس الجمهورية أنا برأي أنه رئيس جمهورية لبنان لمن ما بيقدر يستقطب ولا أي مواطن ولا أي مواطن من الأطراف الثانية وحينما يبدأ حوار بعد الحوار الذي بدأ مع المستقبل والحزب الله يعني على التكييد لتبعي جديد كامل فأنا بتصور أنه أذكي أنه بشروا بالحوار ولكن ما أخشى أن هناك ثلاث مكونات على الواجهة التلفزيونية والأالمية والحياتية السياسية اليومية المكون المسيحي عبر طيار الوطن الحر والقوات المكون السني عبر المستقبل والمكون الشيعي يعني هل نحن أمام مشهد مسالسة وهذا خطير مسالسة وضمن التركيب المسيحي الثنائي أو بداية تركيب السنائي أنا مكون نسيحي مكون نسيحي مكون مسيحي عم بحاول يستجمع أوضع أوتر لن يستطيع أنا برأيي لن يستطيع يعني أنا عم بصف المشهد بس أنا برأيي مشهد فاشل مسرحي فاشلي بالكامل لأنه لا خيار إلا بحل حقيقي اليوم شو الحل الحقيقي أي مرشح آخر يجمع عليه اللبنانيون أنا برأيي هو أقوى من أي مرشح آخر عظيم النائب السابق الأستاذ لسعط الله بدي أتشكرك على هذا المدخل هل عندك تحليق استشار؟ لا لا لأمتناه طرح وش تنظروا يعني أنهم بحترمها بحترمها وجهة نظر يعني بس أنه اللي عم يحصل بين التيار الوطن الحر والقوات اللبنانية عم يعتبرها مسرحية أنا بيعتبر فيه مبالغة فيها فيه حوار جدي بينتهم هل يصل إلى نتيجة أم لا هذا هو السؤال وطرح أنه كمان يكادس المثالثة أنه بصير فيه مكون مسيحي يلي هو هذه يعني النقطة الخطرة أنه مكون مسيحي مكون شيعي ومكون سني ما حدا في يلغي المكون الدرزي يلي هو بأساس تأسيس لبنين يعني ما فيه مثالثة لا ما فيه مثالثة فينا نجاوي إذا ما فينا ما نقطع لا بيضل عندك شعور بالمظلومية دايما توحي إلى المشاهد وكأنه دايما مظلوم إذا بدنا نزاجة كرونومات إنه أكيد أنا بلتزل لا هدحقك إنه تحكي طيب أولا فيه مغالطات مع احترام إلى النائب السابق الأستاذ ليس عطالله فيه مغالطات يعني كتير كبيرة بالحكة اللي نحك نحكى عن تيار الوطن الحر والقوات البنانية شو بيضموا من مسلمين أكيد بيضموا من مسلمين ولكن أكيد هال منى نسبة هالفئة منى نسبية فعلا مثل ما إنه تيار المستقبل بدم بعض يعني من المسيحيين لكن منى هالنسبة الكبيرة إذا عم نحكي عصاعد نواب أنا بقدر أقول إنه حتى بالتكتل السابق والحالي بالألفان وخمسة واليوم كان معنى نواب من الطائف الشعية ومن الطائف الدرسية وكان معنى نواب حتى من الطائفة السنية بالكتلة الأولى لكن أنا أقول بأنه إيه مش نسبة وزنة يعني منه عابل للطوارد لكن تيار المستقبل أيضا والحزب التقدم الاشتراكي بيسألوا كم مسيحي بدم حركة أمل كم مسيحي بدم حزب الله كم مسيحي بدم لأ هذا الكلام فيه إشحاف فيه جلد زيت فيه يعني معلشي سمحولي أولى أنه فيه حدا مش مقتنع نهائيا أنه يعني ما يرعى إذا بدك المكونات الأخرى في الوطن اللي نحن منحترمها ومنقدرها أنه هذا لا ينطبق على المسيحيين المسيحيين درجة تالتة رابعة لازم يقبلوا بكل شيء يعرض عليك الفكرة التانية يالي طرحها الأستاذ ليس أسعى الله بس هو كمان فيك تاخذها بغير من ذات يعني ما بدي ناقش بموضوع الحزب التأدومي الاشتراكي دايب يضم مسيحيين بس أكيد أنه النائب ولي جنبلاط من خلال اللقاء الديمقراطي قادر يستقطب نواب مسيحيين وزعمات مناطقية مسيحية أيضا بالنسبة أنه قانون الانتخاب عطي برسا ويجيب نواب عن جد إذا هيد البديهيات يعني هو عطي قانون الانتخاب يعني عم بجيوب أكشار بقضاء علي وقضاء الشوف أنه يجيب نواب مسيحية غير القانون الانتخاب عطيني أورتودكسي ما بيعود فيه ساعة ولي جنبلاط ليش رفض النائب ولي جنبلاط كل القوانين الانتخابية اللي انعرضت غير الأورتودكسي من الخمسة عشر ديرا المتوسطة مع نسبية إلى 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 ليش ليش بدنا نشتزق يعني صار هون مشكلة قانون الانتخاب أكيد مشكلة من الأساس ونحن ليش نطلقنا بحوارنا بتكوين السلطة من القانون الانتخاب هاي المعضلة الحقيقية لأنه لو اليوم في تمثيل صحيح بالمجلس النيابي نسبة للمناصفة كنا بكرة مننزل على ما عنا حجة مننزل على مجلس النواب وننتخب وساعتها منقول التنافس الديمقراطي لأنه الدستور مش منيق إلى كارت مش لائح الطعام بتنقي منه اللي بدك يه وبتكب من اللي بدك يه بس كمان هايدي كمان مجلس النواب منه منيق إلى كارت يعني هايدي كمان كيف بها كيف بها يعني أنه عم بتقول إذا في قانون مضبوط ولو أنا مقامت بمجلس النواب كنت بنزل للانتخاب إذا منك مقامت بمجلس النواب لشو ما قلت بتروح هالحكومة بتاخد ساعة مجلس النواب ما بعرف أنا ما قلت مش مقامة بمجلس النواب أنا قلت في دستور يا رعا تكوين كل المؤسسيات بما فيها مجلس النواب يعني أنت ما فيك تحترم من تكوين مجلس النواب فقط نظامه الداخلي بدك تحترم أول شي قانون الانتخاب اللي بيكونه والعملية الانتخابية اللي منوصلة أنا فتت على على الانتخابات أنا فتت بس فتت بنية أنه صلح هذا النظام أنا ما فتت بيواقع قابل فيه لذلك فإذن موضوع كم لقاء الديمقراطي مش عبرة موضوع الكتلة المستقبل شو بتضم من المسيحيين مش عبرة الكتلة التغيير وإصلاح شو بتضم من المسلمين مش عبرة العبرة هي بتأمين شراكة فعلية من خلال قانون انتخاب يرعى هذه الشراكة مثل ما طالبت وثيقة بكركي مثل ما طالب كل الأحزاب المسيحية مثل ما عمد طالب كلنا اثنان ايه النائب السابق عطالله أنه نحن هلأ هاي دي مسرحية فاشلة والحل الوحيد حضرتك سألته أنه نروح نتوافق على حدا وهذا اللي منتوافق عليه هو رح يكون الرئيس القوي طب هاي دي تجربة يجربناها أي تجربة تجربة الرئيس سليمان رئيس سليمان هو طبعا رئيس مش منطلق من حزب سياسي ولا من حضور سياسي كان قائد جيش وتتم التوافق عليه وعمل رئيس جمهورية هون منع نحن عم نفوت بتقييم نحن عم نحكي واقع وفعل على الأرض هذه التجربة لم تجعل من رئيسة ميشيل سليمان بالمدى إذا بدك الست سنوات اللي ما رأته ما عملت منه رئيس قوي بمعنى أنه استطاع أن ينفذ يعني حد أدنى من اللي هو كان طارحه أو من اللي هو اللي كان علن عنه من خطاب قسمه إلى آخره ما قدرنا نعمل قانون انتخاب ما قدرنا نعمل حسابات مالية ما قدرنا نعمل موازنات ما قدرنا نعمل إصلاح بالإدارات ما قدرنا نعمل تعيينيات ما قدرنا نعمل شي طيب من هالمنطلق ما عم أقول حق إعلا يا أستاذ وليد عم أقول أنا عم برد على مقولة أنه اتفقوا على حدا بدون ما يكون عنده هذه المكونات ليش لأنه نحن إذا اتفقنا على حدا وما كان عندنا الإدراء بإذا بدك ضبط هذا المصار في المستقبل القوة الأساسية الموجودة من اللي تكلم عننا هلأ الأستاذ عطالله يعني أكان طيار المستقبل أو حزب الله أو حركة أمل أكيد هذا الرئيس الذي سيأتي من دون هذا التمثيل من دون هذا الدعم من دون هذا الحضور رح يكون خاضع لمعادلة قوة هو ما عنده ما عنده نقدر ما عنده نقدر إلا الله هو حتى الطائف تحدث عن يعني كيفية انبساق السلطة من خلال مجلس نواب وتقسيم المناطق انتخابيا إذا أخذنا أنه المحافظات سن 92 كانت محافظة شمال ديرة وحدة بينما تم تقسيم جبل لبنان على قياس الوزير وليد جملاط في جبل لبنان 35 نيب جبل لبنان لو كان محافظة وحدة كان تغير كليا التمثيل معادلة ما فيك تعطي المعادلة الجنوب كان محافظة وحدة جبل لبنان لا تم تقسيمه إلى دوائر يعني هلأ انطلاقة منهم نتمنى يعني إذا ما وصلوا إلى اتفاق حول رئاسة الجمهورية على الأقل أن يتفقا على قانون الانتخاب بركي انطلاقا منه بتعود الحياة السياسية الحقيقية أنا هون بقول لك بدنا نختم أنا هون بقول لك الاتفاق على قانون الانتخاب هو أحدى العناصر الأساسية للوصول إلى كمان الاتفاق على رئيس الجمهورية فإذا فيه شيء متكامل حتى بمواضيع الأخرى المطروحة من المسألة السيادية ومن النظرة اللي عم يحصل اللي هلأ حكي فيه الأستاذ شارل واللي أنا بشاركه فيه مية بالمية حول العوامل اللي عم بيعانوا من المسيحيين بالمنطقة واللي استدعت بأكتر من مرحلة أنه نقعد نقيم نحن بأحزابنا وهن يمكن بحزبهم وهلأ سوا ما يحصل وأختاره علينا نحن في لبنان وعلى سائر المساحيين في المنطقة من هالمنطقة كل هذه المسائل لا منا مسرحية أبدا يعني هيدا عمل كتير جدي ومطلوب بالمرحلة الحالية هيدا موضوع ما بقى بدنا نشوف تلميز عم بي عارف كيف يعني تناقضات شبابنا اللي عم بيهاجروا واللي عم بيلاقوا أنه ما قلوا المستقبل باللبنان ولأنه ما عم بيقدروا يشوفوا إذا بدك نقدر نوصل بإنماء متوازن بمناطق تعرف إدى شيء محروم بجبل البنان كلها وخارط الطريق لرئيس جمهورية قوي السرشان لو بدك بدقيقة يعني بدل ما أنه تكتب عمود الافتتاحية أنه تقول بدقيقة نتيجة هاللقاء الليلي شو بتقول تقول أنه في جدية بالبحث بين القوات اللبنانية والطيار الوطني الحر ولكن وفي إزالة أسباب لوصول لنتائج مثل ما قال السيزم الحمري لكن برجع بتوقف عند نقطة أساسية بيبقى كل شي نظري إذا ما تم الاتفاق من هو رئي جمهورية أنا أرشح العميد ميشيل عون لرئيس الجمهورية وأدعمه وأتمنى على القوات اللبنانية أن تؤيدوا إذا ما أيدتوا مع ضمانات طبعا لأنه في الماضي إذا ما أيدتوا يعني كمان السؤال متو من يضمن تحقيق الضمانات الاتفاق بين بعضهم ما فينا نجيب لهم شاهد إقليمي ولا شاهد دولي فيه إعلان هلما بيدي لديهم الرأي العام المسيحي وهو الضماني يعني فلتكن علني وإلا بيكون نعم أنه فلتكن علني هذه الضمانات وكل الاتفاق الذي يقوم بين قوات والتيار وإلا بيكون توافق القوات والتيار الوطني الحر حاليا مثل بس طلع الدكتور جعجع وزار الدفاع اجتمع مع العماد عون وعطروا انتخاب قيل ضاير ومن بعدها فاتوا بحرب يعني في خوف أنه هوني أن يستمر ساعته الشغور او الفراغ او الفراغ او بالتالي انطلقا منه نعم 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 آخر شي بدو يصلوا لمحل بس يقعد دكتور جعجع والعماد عون بدون يتفقوا من رئيس الجمهورية وصلنا العماد عون طه أو لا مش وحد تالت يعني أو العماد عون أو العماد عون والعماد عون استاذ باهم كان عام بدأت شكرك على هذا اللقاء ايضا بدأت شكرك استيشار الايوم كما بدأت شكرك اصدقاء المشاهدين على متبعتهم هذه الحلقة بموضوعي طبعا لقاءنا يتجدد لاربعاء المقبل تصبحون على الف عام اشتركوا في القناة